أبطال ثلثة سنوية أيو أبطال يارب معاك ويوفقك ويكمل رحلتك على خير إن شاء الله الكيميا مضمونة معاك بإذن الله إن شاء الله الكيميا هتفرحك النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض الباب الأول والباب التاني وبإذن الله تتابعا هنرى الثالث ورابع وبعد كده الخامس يبقى الوحده إن شاء الله رحلتك تبقى رحلة سعيدة وموفقة في الكيميا إحنا إن شاء الله هندملك كل الأجزاء وهنفكرك بكل الأسئلة والأفكار اللي جات لك قبل كده عشان إن شاء الله تطلع من الكيميا مجبور الخاطر يارب إن شاء الله يسعدك ونشوفك دايما كده موفق وسعيد بنجاحك بسم الله مراجعة الباب الأول أول حاجة نبدأها في الباب الأول إني أفكرك بعدد التأكسود تقول لي يا مستر يعني عدد تأكسود أقولك عدد تأكسود ده عدد يمثل الشحنة المجابة التي تبدو على الأيون بتاع العنصر الانتقالي يعني يا مستر تبدو على الأيون بتاع العنصر الانتقالي طب أجب لك الموضوع من الأول وفكرك مثلا بزرة زي زرة الحديد اللي عددها الزر 26 اللي توزعها كما تعلم أرجون 18 4S2 3D6 الزرة دي حبيبي عندها آخر مستويين فرعيين 4S3D طيب الـS عبارة عن أربطال به 2 إلكترون والـD عبارة عن 5 أربطالات هنوزع فيهم الـ6 إلكترونات اللي انت شايفهم دول طب يلا بسم الله الـ6 إلكترونات بتوزعوا فرادة أولا 1 2 3 4 5 وقادي الإلكترون السنادس دي كده اسمها زرة الحديد هذه الزرة تميل إلى فقد إلكترونات أثناء التفاعل الكيميائي طب الزرة دي لما تفقد تفقد إزاي خليك عارف العناصر الانتقالية بتفقد إلكتروناتها من الـS أولا ثم تكمل فقد من الـD اللي بتفقد من الـS أولا الـS فيها 2 زي ما حضرتك شايف يعني التوزيع بتاع الأيون ده هيبقى أرجون 18 الـ4S هتبقى 0 والـ3 دي زي ما هو فيه 6 إلكترونات متوزعين في الخمس أربطالات اللي حضرتك شايفهم فوق 1 2 3 4 5 وقادي الإلكترون السادس من أشهر الأسئلة هيقولك فيه كم إلكترون مفرد هنا كلمة مفرد يعني الواحده في الخانة بتاعته فكده عندي أربعة مفرد في زر الحديد وفي أيون الحديد مجاب 2 هلم تقل considerable الحديد كمان ممكن يفتد الإلكترون ويتحول إلى 50 يعني ممكن زر الحديد تتحول إلى أيون حديد مجاب 2 بفقد إثنين إلكترون وممكن زهر الحديد تتحول إلى أيون حديد مجاب 3 ممكن وممكن يتحول الى ف مجاب ثلاثة كل هذا ممكن بالنسبة للحديد والآيونات المجابل هي مجاب ثلاثة مستر وريني شكل الآيون مجاب ثلاثة الآيون مجاب ثلاثة سيكون الأرجون 18 الفور اس 0 نريد أن نفقد إلكترون كمان ركز في اللي بيتقال ده جاي في الامتحان حضرتك عندك ستة إلكترونات هذا الإلكترون الأخير هو هذا اللي هيفقد يعني سيكون خمسة بالشكل يعني أيون الحديد مجاب ثلاثة المستوى الفرع الثري دي يحتوي على خمس إلكترونات مفردة مستر زر الحديد تحب تبقى مجاب ثلاثة أو تحب تبقى مجاب ثلاثة بقول لك الحديد يفضل عدد التأكسد مجاب ثلاثة سألتني ليه؟ حيث أن المستوى الفرع دي في حالة مجاب ثلاثة بيبقى الخمس أربية ثلاثة اللي موجودين نصف ممتلئة وهذه أحد حالات الاستقرار خلي بالك العنصر الانتقالي بيحب يبقى يا إما المستوى الفرع دي عنده مليان يا إما نص مليان يا إما فارل يبقى من أحد حالات الاستقرار إن المستوى الفرع دي يكون مكتمل أو نصف مكتمل أو فارل يعني تسألني هل وده سؤال أساسي في أي امتحان ده كده أولاد لازم تلاقي منه نقطة في الامتحان بإذنك يا رب يقول لحضرتك هل من السهل لا تحول الفي موجب 2 إلى الفي موجب 3 أو يعبر بمصطلح ثاني يقول لي أكسادة الفي موجب 2 وتحوله إلى الفي موجب 3 آه ما هو كلمة أكسادة معناها أن الشحنة الموجب تزيد معناها أنه يفقد إلكترونات زيادة فهو يسألك هل ممكن يفقد إلكترون كمان؟ أو هو بيفضل فقد إلكترون كمان؟ نعم يفضل فقد إلكترون كمان حيث أن المستوى الفرع دي يصبح نصف مكتمل وده حالة من حالات الاستقرار طيب العكس هل يسهل اختزال الفي موجب 3 إلى الفي موجب 2؟ آه انت خدت بالك من كلمة اختزال معناها أن الشحنة الموجب تنقص هل يسهل اختزال الموجب 3 إلى موجب 2؟ لا يصعب حيث يحوله من أكسر استقرار وهو فيه خمس أوربيتالات نصف من المتلئة إلى أقل استقرار هيخليه ما عنده حالة من حالات الاستقرار التي قلت لك عليها طيب مستوى المثال كمان الله يكرمك عناية لو بصيت على الامن 25 توزيع زرة المنجانيس 25 أرجون 18 فور اس 2 ثري دي فايف قال تحب تعمل موجب 2؟ اه تحب تعمل موجب 2 تعال كده ما وريك عدد تأكسد المنجانيس موجب 2 قال الأرجون 18 والثنين يفقدوا من 2 يفقدوا من الاس وتبقى فور اس 0 ممكن ما تكتبهاش وبعد كده ثري دي خمسة ايوه حضرتك كده واحد اتنين ثلاثة أربعة خمس أربعة ثلاثة بتقعد دي الخمسة دلوقتي نصف ممتلئين هسأل هل يسهل أكسدت الام من موجب 2 الى ام من موجب 3؟ لا سألتني ليه؟ سألتني لما أرسم لك الموجب 3 أرجون 18 فور اس 0 هنفقد كمان الكترون من الدية يعني تبقى 3D4 يا باشا ده كان عنده حالة استقرار تحول من أكثر استقرار الى أقل استقرار والله فيه سؤال جايف لامتحان على الموطن لازم يسألك يا سهل ولا يا صعب لازم يسألك تعرف تحول الزرة دي الى ايوم موجب 2؟ ارسل اهو انت كده رسمت الايوم موجب 2 تعرف تحول الايوم موجب 2 الى ايوم موجب 3؟ اه طب يصعب ولا يسهل؟ حضرتك تبص على المستوى الفرع دي اذا كان هيتحول من حالة مستقرة من الحالات الثلاثة اللي قلتلك عليهم اللي هو زيرو او موجب او فيها خمسة او فيها عشرة هيتحول الى حالة تانية يفيقولك يصعب لكن لو هيتحول ويبقى ادي فيها خمسة او ادي فيها عشرة او ادي صفر فده يسهل خلي بالك من كلمة اكسادة وكلمة اختزال مهمة يا حبيبي كلمة اكسادة معناها ان الرقم ده يزيد يعني هنا موجب اتنين إذن موجب اتنين موجب الثلاثة ellos هنل ذلك العملية دي عندنا نسميها عملية اكسادة في العكس للاعكس من موجب ثلاثة الى موجب اتنين يعنى الرقم ينقص نسميها عملية اختزال يجيسلك بلغة الاكسادة والاختزال يقولك هل يسهل أيضًا اكسادة المن موجب اتنين الى المن موجب الثلاثة قلو يصعب حيث يتحول من اكثر استقرار الى اقل استقرار هل يسهل اختزال الام ان موجب 3 الى ام ان موجب 2؟ اه لان الموجب 3 كان عنده اربعة في الدي لما يحصل له اختزال وكلمة اختزال يعني يكتسب الالكترونات لما يحصل له اختزال يتحول الى ام ان موجب 2 الدي فيها خمسة فده كده اكثر استقرار تعال اما وريك دلوقتي الحالات المشهورة والمتاحة لعناصر السلسلة الانتقال الاولى وانما يقول لك مشهورة يعني حضرتك يحب يعملها في معظم الاحيان او في بعض الاحيان بيبقى وصل لحالة من حالة الاستقرار وبعضها لا لكن مركباته تبقى ثابتة يعني ايه مستر يعني عندك السكانديوم السي سي واحد وعشرين التوزيع قدام حضرتك فور اس تو سري دي ون لما بيجى يفقد بيفقد الثلاث الالكترونات كلهم ويبقى سكانديوم موجب ثلاثة هذه الحالة الاشهر والافضل للسكانديوم عشان كده مركبات السكانديوم كلها عدت تأكسد السكانديوم فيها موجب ثلاثة حيث انه بفقد الثلاث الالكترونات بتبقى دي فارغة وهذه حالة من حالات الاستقرار طب هل السكانديوم بيعمل حالات تانية؟ لا يبقى مين من العناصر الانتقالية اتكلمت عليه دلوقتي له حالة تأكسد وحيدة السكانديوم وبقول انتقالية يعني المستوى الفرعي دي في احد حالات التأكسد بتاعته او في حالته الزرية مشغول وغير ممتلئ بالالكترونات طب صلي بنا عنا بيقول عليه السلام تعال اما نتكلم على العنصر اللي بعده اللي اسمه التيتانيوم عنصر التيتانيوم ده توزيعه 4S2 3D2 حضرتك بيفقد اثنين ويبقى عنده عدد تأكسد موجب اثنين ويفقد ثلاثة بقى عنده عدد تأكسد موجب ثلاثة ويفقد اثنين ويبقى عنده عدد تأكسد موجب اثنين الاكسر شيوعا والاكسر استقرارا هو التيتانيوم لما يبقى موجب اثنين حيث يفقد الالكترونات اللي موجودة في الدي كلها وتبقى دي فارغة هل بيعمل موجب اثنين وبيعمل موجب ثلاثة اه بيعملهم لكن الاكسر شيوعا او المركبات المنتشرة اكتر ليه هي موجب اثنين فاجأسألك هل يسهل اكسدت 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 التي اي موجب اثنين الى تي اي موجب اربعة نعم يسهل ليه حيث يتحول من حالة اقل استقرار الى حالة اكسر استقرار طيب بقية الحاجات دي ودى معاك في كراست المفاهيم لو احتاجت تشوف الحالة الاكسر شيوعا هتلاقيه عاملك عليها دايرة الحاجات اللي عليها دايرة دي الاكسر شيوعا الحاجات اللي عليها دايرة دي أكثر شيوعا هنقشك في نقطتين إن شاء الله وحدة فيهم جاء في الامتحان مين العناصر الانتقالية اللي عندها حالات تأكسد أو حالة تأكسد وحيدة تقول السكانيوم ما عندوش غير حالة تأكسد وحيدة مجاب ثلاثة نقطة تانية مين العناصر وما قلتش انتقالية العناصر الموجودة في السلسلة الانتقالية الأولى ولها حالات تأكسد وحيدة أو حالة تأكسد وحيدة بقوا اتنين حبيبي عندك السكانيوم لسه أيلينه وهنضف له الزنك ما عندوش غير مجاب اتنين وانتبه الزنك مش عنصر انتقالية الزنك موجود في السلسلة الانتقالية الأولى ولكنه عنصر غير انتقالي سألتني ليه؟ حيث ان المستوى الفرعي دي مكتمل للإلكترونات سواء في الحالة الزرية أو في حالة تأكسد الوحيدة مجاب اتنين وانت واخد واتراجع ده ان شاء الله حضرتك العناصر انتقالية هي العناصر التي لديها الكترونات في المستوى الفرعي دي يعني مشغول بشارط ان يكون دي مش مليانة الكلام ده تلاقيه في حاجة من الاتنين يا اما وهو في حالته الزرية زي السكانديوم وهو في حالته الزرية عنده تدي فيها الكترون خلاص بقى انتقالي لكن الزنك هو في حالته الزرية تدي فيها عشرة كاملة في حالة عدد تأكسد بتاعته مجاب اتنين ادي فيها عشرة كاملة العنصر انتقالي يا اولاد لازم يكون عنده حالة سواء زرية او حالة تأكسد ادي فيها مش كاملة فيها الكترونات ومش كاملة عشان كده تم استبعاد الزنك والعناصر التي تليه في مجموعته ان هي تكون انتقالية يبقى خلي بالك الزنك اخر عنصر في السلسلة الانتقالية الاولى وليس انتقالي فخلي بالك عشان لو جالك السؤال اختر ويقول لك ايه عدد العناصر ومقالش انتقالية التي لها حالة تأكسد وحيدة اقول له عندي اتنين لهم حالة تأكسد وحيدة اللي هم الزنك والسكنديو قال لك عنصر انتقالي قال له لا معلش ده مش انتقالي بقى حضرتك مش هنتكلم طيب فيه نقطة تانية بتيجي هنا اولاد يقول لك العناصر اللي لما تكون مركبات ما قالش انتقالي يا برد العناصر اللي لما بتكون مركبات بتكون مركباتها كلها غير ملونة او محاليلها غير ملونة ولا تنجذب للمجال المغناطيسي ايضا تلاقي السكنديوم وتلاقي الزد ان دول كل مركباتهم المحاليل بتاعتهم غير ملونة وايضا لا تنجذب للمجال المغناطيسي الخارجي حيث ان شرط الانجذاب للمجال المغناطيسي او شرط وجود لون في العناصر الانتقالية هو وجود الكترونات مفردة في المستوى الفرعيدي يبقى تاني كده نلخص الحتة دي شرط اللون والجذب للمغناطيس وجود الكترونات مفردة السكنديوم والزنك جميع المركبات بتاعتهم ما عندهاش الالكترونات مفردة السكنديوم بيكون الالكترونات اللي عنده الوحيد ما الشافة دي بقى فاضي فلا هو ملون ولا هو بينجذب للمغناطيسي الزد ان الدي مكتمل اما عندهاش مفرد خالص سواء في الحالة الزرية او في حالة التأكسد الوحيدة المجالية طيب الكلام دولاد ما يظهرش غير وانحنا بنطبق فنسمى الرحمن بسم الله وطبينا هنا مؤظم الاسئلة اللي موجودة قدام حضرتك احنا تقريبا لمينا كل الاسئلة اللي جات في الامتحانات السابقة والنماذج التجربية السابقة وان شاء الله هنتناقش الفكرة معاك نقول دي صح ليه وانخطأ ده خطأ ده توكلنا على الله من الاسئلة المشهورة جدا مين يسهل اجسدته ومين يصعب مين يسهل اختزاله ومين يصعب اول حاجة حبيبي تستعين بالله وانت في اللجنة وتهدى خالص وانت بتوزع على مهلك لان السرعة بيجي وراها اخطاء كتير جدا فاستعين بالله وانا عارف انت خايف ان الوقت يزنقك لكن استعين بالله عشان ما تضيعش وقت اكبر وانت بتعيد السؤال تاني او تتوتر لو ملقتش الاجابة لاختيارات السؤال بيقول لي اذا كان التوزيع الالكتروني لبعض الكاتيونات للعناصر الانتقالية هو اللي بالشكل اللي قدامك مجاب 2 وبي مجاب 2 وجابلك التوزيع بتاعه قلت له عظيمة انا هعلمك دلوقتي ترجع العناصر لهو اطلب عناصر فهو اجاب الاختيارات وهنا الموضوع جاي بالمطلق بيقول لي اي العمليات الاتية يسهل حدوثها محددش اكسادة ولا اختزال هو هيقولك في الاختيار اكسادة ولا اختزال بسم الله بيقول لي هليسهل اختزال بي مجاب 6 الى بي مجاب 3 مستر اين ال بي مجاب 6 انا اللي عندي بي مجاب 2 قال لي مايش blade ما تخليها مجاب 6 اخليها مجاب 6 ازاي قال لي خليها تفقد كمان اربع الكترونات ما هوا مجاب 2 تعالنا لعب معك اللعبة تعال انما نجيب بي ال بي نفسها بي مجاب 2 يعني فقدة 2 صح؟ رجعوهم لا هذا يجب العنصر الاول اهو ده كده عنصر البي اهو هذه الارجون 18 الـ 4S كانت 0 سأرجع لها الاثنين الذين كانوا مفقدين وهو 3 وهو 5 نتناقش في النقطة 1000 بسم الله النقطة 1000 يقول لي يسهل اختزال بمجاب 7 يلا حبيب مجاب 7 يعني يجعله يفقد 7 إلكترونات يجعله يفقد حالة من حالات الاستقرار هل يسهل اني ارجعه لبي مجاب 3 قال لي ايه البي مجاب 3 يعني هنا الاس هتبقى صفر في البي مجاب 3 ونشيل من هنا واحد يعني سري دي فور مين احسن؟ قال لي لا المجاب 7 بالنسبة لها احسن المجاب 7 دي كانت فارغة حدي تبقى 4 اذا الاختيار ألف خطأ طيب هل يسهل اختزال بمجاب 5 تعال لما نجيب الا الاول قد الا مجاب 2 رجعه الاثنين قد الا ارجون 18 رجعه الاثنين تحطهم في الاس فور اس 2 سري دي سري عايز تعمل ايه؟ قال لي عايز احوله من موجب 5 الى موجب 3 طيب نعمل الموجب 5 الاول دي بقت صفر عايز ترجعه الموجب 3 يعني تفقد 3 تفقد من هنا 2 يعني تبقى فور اس 0 والسري دي 2 هل سهل انك تحوله من دي فاضية الى تدي فيها الكترونات لا هي مليانة ولا هي نص مليانة؟ لا اذا من الاختيار به كمان غلط تعال نشوف الاختيار جيمي بيقول لي اجسادة البي موجب 2 الى بي موجب 3 تعال البي موجب 2 قدامه عايزة خليها موجب 3 يعني تفقد الالكترون كمان وتبقى دي فيها 4 هحولها من اكثر استقرار دي نصف ممتلئة الى اقل استقرار مش نصف ممتلئة اولا حاجة بتهيقل كده خلاص الاجابة دا لي اولاد بس تعال لما نقشها عشان نتعلم هو ليه يسهل اجسادة الاموجب 3 تعال لما نشوف الاموجب 3 يعني ده يفقد واحد كمان ارجون 18 13 3D2 عايز تخليها الى ايه موجب 5 ايه موجب 5 احنا لسه ايلنها موجب 5 يعني شيل كله يعني موجب 5 يعني 3D0 اه فعلا يسهل يسهل لما خلت دي فارغة فدي حالة من حالة الاستقرار تعال اما نأكد على المعلومة وتفرج حضرتك على السؤال رقم 2 بسم الله يقول لديك KMNO4 K2MNO4 MNO2 حضرتك هتشتغل على المن على ايون العنصر الانتقالي الموجود هتشتغل على المنزل هتشتغل على المنزل الانتقالي الموجب 5 هتشتغل على المنزل الانتقالي الموجب 5 بسم الله من ايه كده KMNO4 K2 MNO4 MNO2 MNO2 MNO4 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 فعندي الـ 3D كان فيها خمسة هيكمل فقد اتنين كمان يتبقى عندها ثلاثة برضو مش حالة من حالات الاستقرار اذا انا رايح ياولاد دلوقتي ابحث عن حاجة سهلة ابحث عن تحول الـ MN من اي حد من دول الى الزيرو هذه فارغة يعني حضرتك دلوقتي بتبحث عن حالة اكسادة من موجب اربعة لموجب سبعة او حالة اكسادة من موجب ستة لموجب سبعة حيث يتحول من اقل استقرار الى اكثر استقرار السؤال كان بيقول يسهل الحصول على ايه اعتقد كده احنا لقينا الاجابة من قبل ما نشتغل يسهل اكسادة من اي حد من الاتنين دول الى K-M-N-O-4 حيث ان الـ M-N موجب سبعة فيها D فارغ اذا اولاد انا مغمض الاجابة به K-M-N-O-4 يسهل الحصول عليه من اي حد من اللي جايين عندي اللي هو جايبهم لي فوق في المركبات اللي جايبهم اذا الاجابة هتبقى به طب مستر البقين غلط ليه؟ بقولك هل يسهل تحويل او يسهل الحصول على K-M-N-O-4 اللي ادي فيها واحد من الـ K-M-N-O-4 اللي موجود فيها D فارغة؟ دي فيه غلطتين ده انت كده بتقول يسهل الحصول على الـ K-M-N-O-4 اللي هو موجب ستة من ده اللي هو موجب سبعة والعملية دي ما اسمهاش اكسال العملية دي اسمها اختزال لما بتحول من عدد كبير الى عدد صغير اسمها اختزال ده فيه غلطتين نفس الكلام اولاد M-N-O-2 اللي فيها دي فيها تلات الكترونات هل يسهل الحصول عليها؟ من ان اجيب D صفر قبل اختزال صح لكن هل يسهل؟ لا ما يسهلش نفس الكلام K-M-N-O-4 ليسهل الحصول عليها من الـ M ان اصلا مفيش اي حاجة هنا مفيش حاجة فيها ميزة لا في ده ولا في ده يلا بطل تعالى ممكن توقف الفيديو واتجرب في دي كده وتشوف تعرف تعملها ولا لا بيقولك اعتمادا على الاعداد الزرية وحلالك اكسد العناصر M-N-25 اللي احنا لسه قيلين دلوقتي هيبقى 4S2 3D5 وده CL 17 اللي هو التوزيع بتاعه هيبقى 1S2 2S2 2B6 3S2 3B5 ده اصلا عنصر انتقالي التيتانيوم هيبقى اخره 4S2 3D2 النيكل هيبقى 4S2 طبعا قبلهم ارجون 18 دول كلهم قبلهم ارجون 18 4S2 3D8 بيقولك اي مالي يعتبر صحيحا بيقولك يصعب الحصول على FECL3 اللي هو في عدد تأكسد الحديد مجاب 3 من FECL2 اللي هو عدد تأكسد الحديد في مجاب 2 ياولاد انتو لسه قيلين دلوقتي من شواء صغارين اهو لو تذكر احنا اول ما تكلمنا على الفي قلتلك يسهل يسهل الحصول على الفي مجاب 3 من الفي مجاب 2 يعني اول عبارة غلط لان اول عبارة قيل فيها ايه قيل فيها يصعب حيث ان دي مجاب 3 دي فيها خمسة حيث الفي مجاب 3 دي فيها خمسة فحالة استقرار يبقى لو كان قال يسهل كانت بقت صحة طيب يسهل الحصول على من سي ال 2 بينقسين عدد تأكسد الامن مجاب 2 من من سي ال سي اه دا المسال برضو اللي احنا نسه قلينه من شوية على الامن خلي بالك كان يسهل الحصول على الامن مجاب 2 من امن مجاب 3 حيث ان الامن مجاب 2 فيها دي نصف مكتملة اذا الاجابة يسهل الحصول على الامن مجاب 2 طيب تعال نشوف كده جيم غلط ليه يسهل الحصول على الامن مجاب 7 يعني عدد تأكسد الامن مجاب 7 طيب الامن مجاب 7 طيب الامن مجاب 7 طيب الامن مجاب 7 هل دي حالة من حالات الاستقرار؟ قال لي لا يبقى مش يسهل يسهل الحصول على الامن مجاب 4 مجاب 4 يعني شيء الامن مجاب 2 يعني دي صفر يعني حضرتك هنا مش يسعب ولا حاجة طيب تعال كده ترى السؤال اللي بعده اي العملات الاتاتية اكثر صعوبة حضرتك انت لازم تبص في وراءة المفاهيم لو انت مش حافظ الاعداد الزري بص في وراءة المفاهيم وبسرعة كتب لك زد ان مجاب 2 تقوم وزع الزد ان هتلاقي الزد ان عدد الزري 30 توزيعه ارجون 18 فور اس 0 فور اس 2 ثري دي 10 هو بيقول لي انا عايز احوله من مجاب 2 يعني نشيل اتنين دول الى مجاب 3 اوه مجاب 3 يعني نكسر العشرة دي ونهد الاستقرار قال لي لا دي صعب قوي هو بيقول لي اكثر صعوبة فعلا صعب وايضا انت عندك ثوابت بتقول ان الزد ان معندوش غرحلة وحيدة يا مجاب 2 فما فيش حاجة اسمها مجاب 3 بالنسبة للزد ان موجودة ففعلا يا صعوبة طب البقية الحاجات هنا ممكن تبقى صعبة بس مش اكثر صعوبة يعني انت حضرتك هنا تخلي بالك من صفة السؤال بيقول لي اكثر صعوبة فانا لقيت دي فعلا اكثر صعوبة السؤال رقم 5 اي العناصر الانتقالية الاتية له اكبر جهدة ايهم اول طيب حضرتك عارف واحنا ماشيين في السلسلة كده او ماشيين في الدورة اللي هي عناصر الجدول واحنا ماشيين كده في الصف الواحد كما تعلم ان جهد التأيون عكس نصف القطر جهد التأيون يزداد فلو انت ماشي كده بزيادة العدد الزري يزداد الجهد يعني عايز اقولك لو احنا بدقين هنا بالسكنديوم واحد وعشرين فده اقلهم جهدا واحنا ماشيين كده لو اي الكلمة انتقالي الزد ان ما تاخدوش لان الزد ان مش انتقالي فحضرتك بيقولك انتقالي قلت له حاضر وانا ماشي كده كلام مقرب من نهاية السلسلة كلام الجهد الاول بزيد طب وانا ماشي كده مقرب من نهاية السلسلة مين في دول كده يعتبر ابعادهم والله عند السكنديوم في الاول خالص التيتانيوم بعده الفاناديوم بعده وانت ماشي كده في الاخر خالص عدد زري ثمانية وعشرين تلاقي النيكل يعتبر قرب النهاية فحضرتك ده كده اكبرهم جهد تأيون اول يبقى تدرج الجهد اولاد كلام ما تنتقل او كلام ما يزداد العدد الزري كلام ما يزداد الجهد اللي اسمه جهد التأيون بينكوسين قدرة الزرة على او الطاقة اللي هتاخدها الزرة عشان تفقد الالكتروناتها فبتمسك في الالكتروناتها اكتر وده بسبب زيادة العدد الزري ونقص نصف القدر بتاعها السؤال البعده بيقول العنصر X من عناصر السلسلة الانتقالية الاولى ويصعب اختزاله حبيبي الكلام ده جاي من امتحانات يقولك يصعب اختزاله من موجب ثلاثة الى موجب اثنين ما انت عارفه احنا لسه اقلين اليصعب اختزاله من موجب ثلاثة الى موجب اثنين او بينكوسين يسهل اجسادته من موجب اثنين الى موجب ثلاثة وهو الحديد يا باب وزع وانت تعرف لا الام اني لا او لو وزعت النيكل او الكوبلت ستلاقي الكلام ده مظبوط السؤال سبعة وده كان سؤال جاي مقالي جايب لجدول بيوضح التوزيع الالكتروني لكاتيونات ايه موجب اثنين؟ انا بحب اولاده رجعه للعنصر انا هرسم العنصر الى ايه هرجعه الى اثنين فهيبقى التوزيع بتاعه هيبقى ارجون 18 4S2 3D7 انا بحب اشوف العنصر او قال لي موجب اثنين يعني كان فقد اثنين انا هشوفه ازاي بقى لي رجعه الى اثنين نفس الكلام هنا هيبقى البي هيبقى عبارة عن ارجون 18 برضه نرجعه اثنين 4S2 3D7 ارجون 18 رجعه الثلاثة يبقى ادي ارجون 18 ده كده العنصر C ارجون 18 4S2 3D1 يلا لبعده ارجون 18 موجب ثلاثة يبقى الارجون 18 ده العنصر D هيبقى 4S2 3D5 5 طيب يسأل بيقول لي انا استنى بقى ده بتكلم على العزم مغناطيسي قال لي والله مستر بقى طلقه بتكلم على العزم مغناطيسي فانا محتاج اعمل حاجة كمان علشان الامر بالنسبة لي بقى سهل وواضح والطول ايه الحاجة كمان انت عايز تعملها قال لي انا هجيب العناصر دي كلها والكاتيونات بتاعتها وهاشوف التوزيع طبقا لقاعدة هند عشان اعد الالكترونات المفردة لان العنصر اللي بيكون عنده الالكترونات مفردة اكتر ده بيكون عزمه المغناطيسي اكبر قلت له عظيم يلا بسم الله هو بيقول لي ادرس الكاتيونات عايز العنصر اللي لي اكبر عزمه مغناطيسي قلت له والله ملك الحمد انا كنت جاي بالعناصر وشايفهم عشان لو كان طلب توزيع العنصر كنت عملت ده طلب توزيع الكاتيون كنت عملت ده طب هو عايز العنصر قلت له امسيكم واحد واحد يلا بسم الله الايه عنده سبع الالكترونات هحطهم في الخمس اربطالات بتعدي بسم الله ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة هذا العنصر ياولاد لديه تلات الالكترونات مفردة يبقى الايه عنده تلاتة مفردة يلا هات البي بسم الله البي عنده سري دي تن ده العنصر خلي بالك هو هنا بيقول لي ايه العنصر فانا بوزع العنصر انتبه طرقتك الجيدة هي وصولك السهل ان شاء الله العنصر اللي لي اكبر عزم فانا بوزع العناصر يلا حبيب دي عشرة من غير ما وزعه ده دي عشرة يعني عنده الخمس اربطالات مليانين يعني ما عندهش ولا واحد مفرد يعني عنده صفر ما فيش ولا واحد مفرد قال لي هات اللي بعد سي طبعا انا باين بطول على صبورة يا جماعة الكلام هنا لبعض الناس اللي لسه كانت مأجلة حاجة في الباب الاول ما عرفتاش اما لو حضرتك خلاص فهمت الفكرة ما عدي السؤال انت ما عندكش وقت انا بحاول اساعدك باني بأكد على فكرة فحضرتك لو انت الجزئية دي بالنسبة لك ضن و جاوبت بمجرد النظر هاتني انا بجيب الاجابة الاخيرة لا لا مش هزعل حضرتك مصلحتك انت انت انا جاي عشانك فطالما حضرتك فاهم عدي علشان تستفيد بالوقت في حاجة تانية تكون محتاجها يا رب يبارك لك في الوقت لا تتوقف عن الدعاء ولا تيقس ابدا من رحمة الله ايا كان وضعك ايه حضرتك خلي ودانك بعيد عن بق الشيطان لا يفكرك بنتنقصت ايه في المواد اللي فاتت ولا يخوفك من حاجات نقصك في المادة اللي في ايدك استعين بالله وقول يا رب انا هجيب اخري وخليك بتحاول لغاية اخرك وفي الفترة دي انتقي اللي انت عايزه واللي نقصك ويا ربي يبارك لك في الوقت وان شاء الله تحقق اللي انت عايزه نكمل يلا اولاد كده السي عندها الكترون واحد في المستوى الفرع دي يعني عندها واحد مفرد الدي عندها خمس الكترونات في المستوى الفرع دي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة يعني عندها خمسة مفردة بيسألنا اولاد وده كان جاي السنة اللي فاتت السؤال ده والله العظيم الاسئلة سهلة لو ما تخافش ما تخافش السؤال كان بيقول عايز العنصر اللي اكبر عزم مغناطيسي من قوسين اللي عنده اكبر عدد من الالكترونات المفردة فالعنصر دي لديه اكبر عزم مغناطيسي عايز العنصر اللي عنده اقل عزم مغناطيسي العنصر اللي ما عندهش الكترونات مفردة اللي عنده زيرو الكترون مفرد ده اقلهم عزم مغناطيسي خلي بالك من السؤال اللي بعده بيقول لي اي من كاتيونات هذه العناصر جميع مركباتها غير ملونة جميع مركباتها غير ملونة يعني لديها حالة تأكسد وحيدة يعني لا توجد لديها الكترونات مفردة وهي مركبات وليست عناصر طيب بص حضرتك كده على الكاتيونات زي البي موجب اثنين عنده الدي فيها عشرة يعني ما عندهش ولا واحد مفرد بص حضرتك على السي موجب ثلاثة الدي فاضية يبقى ده كمان اللي هو السي موجب ثلاثة في جميع مركباته مش هيبقى ملون وايضا لا ينجزب الى المجال المغناطيسي الخاري يلا شباب نشوف السؤال رقم 8 بيقول عنصرين X و Y مدين التركيب الالكتروني للكاتيونات بتاعيتهم خلي بالك كلمة كاتيونات يعني فقدين الالكترونات طيب تعرف فقدين كام من العدد اللي مكتوب عليهم طيب انا بحب بجيب العناصر علشان هو هيسألني بعد شوية على العناصر يلا هعلي السرعة شوية علشان حضرتك ما تزهقش لان الفيديو لسه طويل وانا مجمع كل الافكار فعايز ربنا يكريمك كده ان شاء الله وكل فكرة نقولها تبقى سبتة في مخاجر عنصرين X و Y مدين التركيب للكاتيونات فانا هستنتج لعناصر يعني هترجع الاربعة عارف ترجعهم ازاي قال لي اه برجع في الاس بحط لها اتنين وفي الدي بحط اللي باقي من الاربعة يتبقى اتنين على الواحد اللي موجود يعني ثري دي ثري ده حبايبي البناديوم تلاتة وعشرين لو انت مش عارفه حضرتك جمع طمانتاشر واثنين عشرين وتلاتة تلاتة وعشرين العنصر التاني الكاتيون بتاعه موجب ستة يعني هنرجع على الكاتيون ده ستة الكترونات هنرجع في الفور اس اتنين ونزود اربعة هنا بقت ستة حضرتك ده انت عارفه الحديد F E 26 بيسألني على السبيكة اللي ما بين العنصر X والعنصر Y بيقول لي مميزات السبيكة المتكونة من العنصر X مع احد سبائك العنصر Y مع الكربون طبعا سبائك العنصر Y مع الكربون اللي هي الصلب طب انت عارف ان الفانديوم لما يبقى مع الصلب بيكون سبيكة تتميز بقساوة عالية ومقاومة للتآكل لو تذكر كنا بنعمل منها زومبوركات السيارات السؤال اللي بعد بيقول لي التركيب الالكتروني للايون X موجب 3 هو بالشكل ده قلت له عين يا حبيبي هاجبلك X ارجع له الثلاثة دول يعني فور اس تاخد اتنين ونزود واحد هنا بقت السري دي سيفن يبقى لازم يكون عندك مهارة ان انت ترجع العنصر او تستنتج العنصر من الكاتيون بتاعه او من الايون الموجب بتاعه بيقول لي فان العنصر X يستخدم في ايه؟ العنصر X ده هو مين؟ قال لي 18 و 22 و 27 و 27 ميستر ده الكوبلت معاك ورقة المفاهيم ما تقلقش بتقدر تبص في كراسة المفاهيم وتشوف اللي عدده 27 هو مين هو الكوبلت كمان تقدر تروح للاستخدامات هتلاقي من ضمن استخدامات الكوبلت انه بيستخدم في صناعة البطاريات الحديثة او البطاريات الجافة السؤال العشرة بيقول عنصرين X و Y من عناصر السلسالة انتقالية الاولى لاتنين بيستخدموا كمبيد للفطريات من اشهر العناصر اللي بتستخدم مركبتها كمبيد للفطريات عندي اي كابريتات مبيد للفطريات كان عندي كابريتات النحاس C U S O 4 و كابريتات المنجنيز M N S O 4 السؤال هنا حبيبي بيقول لي هم موجودين في انهم مجموعة تعال انا معرفك ازاي بتستنتج المجموعة افكرك ازاي المجموعة بيستنتجها حضرتك بتبص على العنصر الانتقالي ولياكم مثلا انا هجيبلك من اول السكنديوم S C 21 حضرتك اول عنصر في السلسلة اللي اسمه السكنديوم توزيعه C 21 18 4 S 2 3 D 1 عشان تحدد رقم المجموعة بكل بساطة بتجمع اللي موجود في D على الاس الامن فهنا واحد واثنين ثلاثة فهذا العنصر موجود في المجموعة الثلاثة بي اللي بتكتب كده ثلاثة باللاتيني بي وانت باشي العنصر اللي بعده لما تيجي تجمع التيتانيوم هيبقى هنا ثنين واثنين يبقى موجود في الاربع بي انا عايز بس افكرك ان الاربع بتكتب كده عبارة عن V اللي هي خمسة وجنبيها الواحد على الشمال طيب الخمسة العنصر اللي بعديه اللي هو الفناديوم موجود في المجموعة خمسة بي خمسة اللي هي V بس العنصر اللي بعده اللي هو الكوروم هتلاقي عندك الفور اس فيها واحد وده شاز في التوزيع والسري دي فيها خمسة لما تيجي تجمعهم تلاقيه في المجموعة ستة بي الستة بتكتب كده وكذا وانت ماشي لانا نكمل معاك مش هسيبك لوقت لما اوصل لاخر عنصر في السلسلة العنصر اللي بعد كده هكده وصلنا للكروم وخلي بالك عشان ده مميز بالشيزوز في التوزيع الالكتروني حيث ان الاس فيها الكترون واحد خلي بالك ده بيتسئل على كتير طيب بعد كده العنصر اللي جاي اللي هو عدده الزري 25 اللي هو المنجنيس 25 وده من 10 العناصر برضو اللي بيوصل لأعلى حالة تأكسد موكب 7 توزيع الالكتروني 4S2 3D5 خلي بالك هو شبه الكوروم في ان الاتنين عندهم المستوى الفرعي الأخير في خمس الكترونات خلي بالك عشان ده ممكن يكون موضع سؤال من العنصرين اللي زي بعض في المستوى الأخير في السلسلة الانتقالية الأولى حضرتك أنا عندي 2 و 2 أنا عندي الكوروم والمانجنيس لتنين آخر مستوى فرعي في خمسة اللي هو دي خمسة وعندي النحاس والزنك لتنين آخر مستوى في عشرة بس واحد فيهم انتقالي والتاني غير انتقالي تعال اما نكمل كده مع بعض بعد كده عندي الحديد 26 FE 26 حدؤ عليك أن يكون الحديد و الكوبلت والنيكل devastating هذا ما يبنى التلاته موجودين في مجموعة تسمى المجموعة التمنى احنا وصلنا هنا للمجموعة وهي اسمها المجموعة السبعة بي عند عنصر المانجنيز هنا الستة بي عند الكوروم سبعة بي عند المانجنيز حدو عليك أن يكون الحديد والكوبلت والنيكل كلهم موجودين في مجموعة اسمها المجموعة التمنى ولا تأخذ الحرف بي فلما تجمع 6 على 2 تمانية 7 على 2 تسعة 8 على 2 عشرة يعني ما تلاقي مجموعة اللي في الـ D على الـ S اللي قبله 8 أو 9 أو 10 حضرتك دول اسمهم المجموعة التمنى اسمهم المجموعة التمنى ولا تأخذ الحرف بي ويجوز أيضا تقول هنا المجموعة 8 وهنا المجموعة 9 وهنا المجموعة 10 فينفع اسميها من غير محط الحرف بي سواء كان رقم 8 فبسميها المجموعة التمنى أو 8 9 10 بس ما بحطش في الحالة دي الحرف بي وده اسمه الترطيم الحديث أنا مكمل معاك لسه ماوقفتش تعالي ما نجيب النحاس اللي هو الـ C U 29 التوزيع بتاعه أرجون 18 فور اس ون خلي بالك ده العنصر الثاني الشاز في السلسلة الانتقالية الأولى سري دي تن لما تجمعهم تلاقي المجموعة 11 تقدر تقول بالترقيم الحديث المجموعة 11 أو تقول المجموعة 1 بي خلي بالك الكلام ده مهم قوي وبيتسير عليه في الامتحال آخر عنصر في السلسلة الانتقالية وهو عنصر غير انتقالي وهو عنصر الزد N 30 وده توزيع أرجون 18 فور اس 2 سري دي تن حيث يتشابه مع النحاس في مستوى الفرق دي الاتنين دي عندهم تامة الامتلاق في الحالة الزرية خلي بالك هذا العنصر موجود تقدر تقول في المجموعة الـ 12 أو تقدر تقول في المجموعة 2 بي يبقى تاني كده خلاصة المجموعات عشان تبقى عارف كل عنصر من عناصر السلسلة الانتقالية الأولى أو أي عنصر حضرتك موجود في العناصر الانتقالية الرئيسية بتحدد رقم المجموعة بتاعته بإنك بتجمع الإلكترونات اللي في الـ S على الدين اللي قابله لقيت المجموع 3، 4، 5، 6، 7 تقول الرقم يأمة من غير بي وده اسمه ترقيم حديث يأمة بالبي وده اسمه ترقيم تقليدي وده اللي بتسيل عليه لقيت المجموع 8 أو 9 أو 10 بالترقيم التقليدي اسمهم المجموعة التامنة بالترقيم الحديث 8، 9، 10 لقيت المجموع 11 يبقى المجموعة 1 بي لقيت المجموع 12 يبقى المجموعة 2 بي وكرر للمرة الأخيرة لما تيجي تحدد رقم المجموعة بتجمع الـ S على الـ D كم إلكترون هنا وكم إلكترون هنا وضيف الحرف بي بس لما يكون المجموع 3، 4، 5، 6، 7 وستو لو المجموع 8 في الترقيم التقليدي مفيش حرف بي بتقول المجموع 8 أو 9 أو 10 اسمهم المجموعة التامنة يبقى فيه 3 أعمدة بتأخذ نفس رقم المجموعة بالترقيم التقليدي اسمها المجموعة التامنة لقيت المجموع 11 فالتقليدي 1 بي لقيت المجموع 12 بالتقليدي 2 بي نرجع للسؤال بتاعنا سام الرحمن معلش ما تزهقش ما تزهقش نحن مكملين مع بعض العنصرين أنا عرفتهم عند النحاس وعند المنجنيز مستر انت لسه قايل النحاس المجموع 11 يعني في المجموعة 1 بي والمنجنيز المجموع 7 يبقى في المجموعة 7 بي فاخترت الاختيار ألف السؤال الرقم 11 التركيب الإلكتروني لأيون العنصر الانتقالي حدث أن x في هذا المركب ستوبة حبيبنا أريد أن أعرف أن x لديه حدث مجموعة طبعا تقدر تجيبها بمجرد النظر وتقول لي X حطت هنا ثلاثة والأكسوجين ثنائي حطت هنا ثلاثة وتقدر تعمل زي ما انا علمتك من شوية انك تقول لي X والأكسوجين انا حافظه بسالب 2 وتجمع وتساوي بتصفر يعني 2X سالب 6 تساوي 0 يعني X تساوي موجب 3 كده حضرتك حددت الايون انت ممتاز جدا بيقول لي الايون ده اللي هو X موجب 3 لديه ثلاثة الكترونات مفردة موجودة عنده في المستوى الفرعي الأخير بتاعه يعني بعد ما فقت ثلاثة يتبقى لديه ثلاثة الكترونات مفردة انا عايزك ترجع ظهرك لورا وتتفرج انا بحل ازاي يعني ايه مستر هذا الايون اللي هو X موجب 3 لديه ثلاثة الكترونات مفردة كلام ده خطير انا عندي احتمالين للثلاث الكترونات مفردة السيناريو رقم واحد ان الثلاث الكترونات مفردة ما يكونش موجود غيرهم في المستوى الفرعي دي السيناريو رقم اثنين ان الثلاث الكترونات مفردة يكونوا بالشكل ده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خلي بالك من انا بقوله كويس وتسيب لي يا حبيبنا ثلاثة الكترونات مفردة بالشكل ده انا هجرب السيناريو رقم واحد وهجرب السيناريو رقم اثنين ايه مستر انت بتقول ده بقول لي حضرتك كلمة ثلاثة الكترونات مفردة معناها يا اما اول ثلاث خنات فيهم الكترونات مفردة يا اما كان حدث ملء الاول وبعد كده ازدواج وتبقى ثلاثة الكترونات او ثلاثة اربطالات نصفهم تلي طيب انا اعرف ازاي حضرتك هتدور على الموجود الاجنات يعني لو انا حضرتك عايز استنتج العنصر فهرجع الثلاثة الكترونات هنا يرجعه فور اس تاخد اثنين يتبقى عندي الكترون يتحط هنا يعني هذا العنصر لديه ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة في المستوى الفرعي دي طبعا ده كده ما ينفعش اه حبيبي ده شاز يعني حضرتك بتدور على المجموعة بتاعته هو بسألني هنا عرقم المجموعة هنا خمسة واحد ستة يعني ده موجود في المجموعة ستة بيه او حضرتك تقدر تقولي المجموعة السب كيف الاختيارات اذا السيناريو الاول مش موجود خش السيناريو الثاني اكس موجب ثلاثة لديه ثلاثة الكترونات مفردة انا عايز استنتج العنصر نفسه اللي يرجع الثلاثة الكترونات دول عشان تستنتج العنصر ترجعهم في الفور اس تحط له اثنين وبعد كده تزود الكترون كمان مين ده مستر؟ قال لي حضرتك ده كده واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية مستر عايز حدد رقم المجموعة حضرتك يا اما يكون كاتب لك المجموعة التامنة يا اما يكون كاتب رقم المجموعة عشرة تدور في الاختيارات موجود سنة مية عام اولاد الفكرة فيها انك تستنتج المعلومة باريحية مستر انت خدت وقت مش مهم كان ممكن تجرب انت السيناريو التاني متجربش السيناريو الاولاني ويطلع وصحها فكان وقتك خلصة اقل انت حطت الخطة من الاول يا اما الاحتمال الاول يا اما الاحتمال التاج موضوع في الامتحان ان شاء الله مش اخد منك السؤال اللي بعده سؤال رقم 12 بقول عنصر انتقالي الذي يحتوي على الكترون مفرد في الحالة الزرية ونشط حبيبي نحن لسه اليوم السكانديوم السكانديوم 21 اخترنا السكانديوم اه موجود في امتحان ده عادي جدا العنصر اكس من عناصر السلسالة انتقالية الاولى مالش انتقالي يخلي بالك فمحتمل يكون غير انتقالي التركيب الالكتروني لأحد ايوناته هو ارجون 18 3D5 عايز العنصر خلي بالك لما يبقى الايون كده يعني الزرة هتبقى فيها الكترونات اكتر وانت عندك بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة ممكن نفقدها لو فور اس واحد لو كان عنصر شاز كان فاقد الكترون واحد فبسم الله الرحمن الرحيم اول عدد زري عندك يكون 24 24 24 عند الكرونا يعني الاربعة وعشرين لا يعني السكنديوم لا يعني الفانديوم لا فحضرتك مش ممكن يكون الحديد يبقى انا كده استبعدت اثنين استبعدت السكنديو ومستبعدت المناديو استنى استبعدت الزنك كمان لماذا يا مستر؟ اصل اقصى حالة تأكسد ممكن العنصر يفقدها عندي هي موجب سبعة صح؟ قال لي اه والزد ان يا مستر عمره ما بيعمل موجب سبعة اصلا وبالتالي عمره ما هيفقد اثنين ويفقد الخمسة وبالتالي الزد ان كمان مستبعد اذا الاجابة عندي هتبقى الاجابة دان على السريع لاجحها معي لما اقول لحضرتك الايون اخره 3D5 يعني الزرة اكيد اكبر من كده يبقى عندها الكترونات في الاس ممكن يكون واحد او يكون اثنين فاقل عدد زري عندك هيكون اربعة وعشرين فاستبعدت الواحد وعشرين واستبعدت التلاتة وعشرين استبعدت بالمرة الزد ان لان الزد ان ما عندوش غير حالة تأكسد موجب اثنين وحيدة والدي تبقى عشرة مش خمسة مين اللي بقى يا حبيبنا قال لبقى الف اي طب جرب ينفع او ينفع ده كده الف اي موجب 3 فقد اثنين من الاس واحد من الدي فاصبح 3D5 السؤال البعد هو بيقول لي عنصر انتقالي هحط خط تحت كلمة انتقالي يقع في الدورة الرابعة خلاص يبقى انا اخر مستوى فرع عنده 3D والمستوى الفرعي اللي قبله فوريس وله اعلى حالة تأكسد ممكنة حبيبي اعلى حالة تأكسد ممكنة بتكون عند الامن 25 وبتكون هذه الحالة موجب 7 الامن 25 بيبدأ من موجب 2 معاك لغاية موجب 7 يعني يفقد من اول 2 الكترون لغاية 7 الكترونات وده اقصى حاجة ممكن عنصر انتقالي يفقدها ويمكن ان يكون جميع المركبات الاتية معادة من ادب الراجل وضع الامتحان بحط لك خطة تحت كلمة معادة انت عارف ان المنجنيز اللي ممكن يوصل لأعلى حالة تأكسد بيبدأ من موجب 2 فعمره بيبدأ من موجب 1 يعني حضرتك الاجابة آلث لان الـ CL احادي وحفظ الـ CL احادي يعني بحط على جنبه 1 فبما انه حط على جنبه 1 والجنبه محطلوش حاجة يبقى كمان اللي جنبه 1 يعني هنا الـ X بموجب 1 فحضرتك عمر المنجنيز ما بيعمل موجب 1 السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كان L و Z و Y و X تمثل 4 عناصر انتقالية حطي خط تحت انتقالية يعني Z N مش معاهم اكاسدها تكون L 2 O مستر الـ O بسالب 2 عايز احسب عدد التأكسد فاقول له هنا 2 X تساوي سالب 2 يعني X هنا بكام اللي هو L يعني يلا حبيبي احسب معي هنا 2 X سالب 2 تساوي 0 عادي دي ناحية بتانية بعكس الإشارة يعني X هنا بموجب 1 خش على بعده هنا بسالب 2 يعني دي بموجب 4 يلا على بعده هنا سالب 2 في 3 بسالب 6 اه اه مستر انا ممكن اشوف كده على طول اه ممكن اشوف موجب 3 على طول نفس الكلام نفس الكلام نفس الكلام عايز ايه؟ بيقول لي عايز الترتيب الصحيح لأعداد التأكسد خلاص انا رتبت اصغر واحد عندي عدد تأكسده موجب 1 اللي هو ال L مين بعده؟ بعده؟ ال Y عدد تأكسده موجب 3 مين بعده؟ بعده ال� Z عدد تأكسده موجب 4 مين بعده؟ اللي بعده ال X هذا الكلام ينطبق على الاختيار به اذا لعبة عدد تأكسده اولاد هتلاقي منها هال 3 نقط او نقطين في الامتحان فركزوا بالراحة عشان ربنا يكرمك ان شاء الله وتوصل الي جانب الصحيح السؤال اللي بعده؟ جيب لي رسم بياني وانت تعشق الرسم البياني حضرتك اول ما يجيب رسم بياني تبصلي على المحاور هنا حالة تأكسد وهنا عدد زري قلت له عظيم عايز ايه؟ قال لي والله انا عايزك تبص على الرسم البياني اللي بيمثل العلاقة بين العدد الزري لتلات عماصر انتقالية متتالية X و Y و Z ومديني بعض حالات التأكسد بتاعتها فعايز يعرف المجموعات المحتملة ليها شوف المجموعات بتيجي في اسئلة عاملة ازاي؟ طب مستر ال Y ده باين عليه حال التأكسده عالي قوي 7 حبيبي مفيش غيره وبما ان هم متتاليين فده المنجنيس 25 يبقى اللي قابله ال X ده اللي هو الكروم 24 يبقى اللي بعده ده ال F E 26 حبيبي الكروم موجود عندك في المجموعة 6 B حبيبي المنجنيس موجود عندك في المجموعة 7 B اللي هو ال F E موجود عندك في المجموعة 8 اللي ما بتاخدش الحرف B يعني ده مستر كده ألاقي ال 6 B وده كده ألاقي 7 B وده كده ألاقي المجموعة 8 روح دهار في الاختيارات هتلاقي الكلام ده موجود عندك في الاختيار 1000 عايز ألافت نظرك لحاجة وانت بتحل في الامتحان انت بتبقى مضغوطه وبتحل بسرعة وهو لقيم بيئذيك في الحتة النفسية فممكن يبدلك ال X مع ال Y مع الزد يلخبطهم لك هو حقه يعمل هو عايزه انت بتنتبه بس اللي انت قلته وفهمته على الرسم رايح تطبقه دور كويس عشان الاختيار يطلع معك مظبوط وان الله هيحبه إذا عامل أحدكم عملاً أن يتقن ايوه انت تعبت ووصلت للإجابة بس رحت اخترت اختيار غلط لسمح الله وانت مستعجل فمتعملش كده واهدى واستعين بالله عشان ربنا يرزقك حسن الوصول السؤال اللي بعده رسم بياني والرسمة هنا علاقة بالنصف القطر اللي انت عندك معلومة خطيرة عنه نصف القطر في البداية أولاد بيبقى بيقل وبعد كده بنوصل عند الكروم واحنا ماشيين لغاية لما نوصل للنحاس بنلاحظ ثبات نسبي بيقول العنصر الذي يستخدم أحد أكاسيده في صناعة الأصباغ عنصر الكروم يا أولاد اللي هو بدأ يحدث ثبات نسبي لنصف القطر من عنده اللي هو العنصر دي السؤال اللي بعده رسم بياني واحدة دور اول واحدة دور تاني بيقولي الرسمة اللي قدامك برضه نصف القطر والعدد الزري لحظت برضه أيها اللي أن حضرتك في صيبات نسبي من عنده الدي للنهاس فإن العنصر الذي يشز في الكتلة الزرية اللي يشز في الكتلة الزرية اولاد ثلاث دور النيكل ثمانية وعشرين اللي هو قبل النحاس ٢ prevail إذن العنصر اللي بيشز في الكتلة الزرية هو العنصر H السؤال اللي بعده قد ملك جدول؟ أنت بقيت خبرة لكنني أريدك أن تساهل إلى الكلمة التي حسناها و開始 كلمة شحنة الفعالة حبيب الشحنة الفعالة سحنة النواء المجابة اللي هي نقدر نسميها العدد الزر طيب وأنت أردت الأمر جيدة؟ أريد أن لتستنتج العدد الزر لو أنا اديتك التركيب الإلكتروني للأيون المجاب المراكب إذا قلت بإستنتج العدد الزر بالتي أردت بسيط وليس كنت لا أقل العدد الزر يعني حضرتك هتيجي هنا تقول لي الـ X حط هنا 3 والـ O حط 2 يعني ده موجب 3 يعني حضرتك هنا X موجب 3 ده التوزيع بتاعها ما تعرفش انت يا حبيبي تستنتج X قال لي اه ارجع لها التلاتة ترجعهم ازاي قال لي الـ 4S هنا تحط 2 ويتبقى واحد بقيت دي اربعة مستري مافيش دي فيها اربعة أنا عارف يا حبيب مسترك يعني ده كده عنده شزوز دي تبقى واحد ودي تبقى خمسة يعني العدد الزاري هنا كما مستري قلت له عدد الزاري هنا 24 يلا الـ Y حطت هنا 2 والـ O ما حطتش حاجة حط هنا X يعني انت مش عارف وهنا سالب 2 وجمع وساوي بالصفر هيبقى X سالب 4 بيساوي 0 يعني هنا آسف الـ Y بتساوي موجب 4 يعني لما تيجي تستنتج العدد الزاري حضرتك رجع لي دي اربعة ما هي دي كده Y موجب 4 رجع لها الـ 4 ترجع هنا 2 على الفور S 2 يتبقى 2 تحطهم هنا بقيت دي 5 5 يبقى العدد الزاري كده 27 يلا خش على بعد عايز تقول لي ان هنا الزد حطه 3 و الـ O حطه 2 او عايز تقول لي 2 X سالب 6 تساوي 0 يعني الـ X طلعت بموجب 3 زي ما يعجبك يعني هنا دي زد موجب 3 رجع لها التلاتة ولا قال لي يلا هنا فور S 2 وهنا رجع واحد بقيت اثنين كان ده قال لي ده كده كام يلا قول 24 لا اثنين وعشرين عايزك ترتبهم حسب الشحنة الفعالة اللي هي عدد الزاري قال لي سهلا مستر اصغر واحد فيهم اللي هو الـ X اسف اصغر واحد فيهم اللي هو الزد يليه الـ X يليه الـ Y الكلام موجود عندك في الاختيار ده البرافو عليك خلاص مقطوع سهلا انا بس لو كنت فهم يعني شو حنة فعالة كنت جوابت على طول شو حنة فعالة يعني عددد زاري سؤال كبير على الشحنة الفعالة حبيبنا سام الرحمن بسم الله جايب لي رسم بيانية و جايب لي العلاقة بين الشحنة الفعالة قلتلو استنى اصغر واحد في الشحنة الفعالة هو الزد يليه الـ W يليه الـ X يليه الـ Y مستر مش الشحنة الفعالة دي يعني العدد الزري يعني ديه الترتيبة حسب العدد الزري قال لي A قلتلو طب ما تيجي نشوف السؤال بيتكلم على ايه السؤال بيتكلم على شوية كسافة و شوية جهد تأيّن حبيب قلب الغالي الكسافة و احنا ماشيين من الصغير في العدد الزري الكبير على سلسلة التقالية حضرتك الكسافة بتزداد بلا استثناء يعني أصغرهم كسافة والزد و أكبرهم كسافة هو الـ Y و انت ماشي كده الكسافة بتزيد و أيضا الجهد بيزيد فتعال نشوف مني الإجابة الصحة يلا العنصر زد أقل كسافة بالعنصر W حبيبي العنصر زد في الأول و العنصر W بعده فعلا العنصر زد أقل كسافة من العنصر W لأنه أقل منه كتلة مستر نستبعد البقين عيني العنصر Y أقل كسافة لا حبيبي عنصر Y ده هنا أكبر واحد يوم كسافة ليس أقل كسافة من حد ما غير مشوفه أقل من مين العنصر W أعلى جهد أعلى جهد من زد يقول العنصر العنصر W أعلى جهد من X لا هو أعلى من زد العنصر X أعلى جهد من Y لا حبيبي و احنا قلنا ماشيين في السلسلة أو في الدورة الجهد بيزداد والكسافة بتزداد يعني حضرتك X أقل من Y جهدا نشوف السؤال اللي بعده رسم بياني و هذا كان السنة اللي فاتت أولاد في المقالة بتاع السنة اللي فاتت وكان مركز في السنة اللي فاتت على الباب الأول الرسم البياني يوضح العلاقة بين العزم المغناطيسي أفكرك العزم المغناطيسي مرتبط بعدد الإلكترونات المفردة كل مما يزيد عدد المفرد كل مما العزم يزيد قال لي حاضر قال لي عايزك تستنتج مين في العناصر او الكاتيونات بتاعة D مجاب 3 B مجاب 3 A مجاب 3 C مجاب 3 A مجاب 3 مين فيهم عزمه كبير ومين عزمه صغير فهو عايز يسألني على اتنين منهم عايز الخاصة المغناطيسية لل B مجاب 6 و لل D مجاب 6 عايز يسألني على الكاتيونات التي تستخدم عناصرها في تقليل طقت التنشيط حبيبي بالراحة تعال اما نستنتج مين ال D انا عندي ال D مجاب 3 هاعرف استنتج مين ال D عندي ال B مجاب 3 هاعرف استنتج مين ال B عندي ال A مجاب 3 هستنتج مين ال A وهكذا طب ازاي مسترات استنتج انت مش عندك اي بيانات عندي استنى اكتبهم بس كده C مجاب 3 بعد كده E مجاب 3 سمي الرحمن ونبص كمان مرة على الرسمة ونبص كم مفرد هنا بص على عدد المربعات الموجودين بالنسبة للعزم المغناطيسي قلتلك يمثل العزم المغناطيسي عدد الالكتوريات المفردة تقريبا فحضرتك هنا ال D عندها كم مفرد ركز ركز واحد اثنين ثلاثة يعني ال D مجاب 3 عندها ثلاثة مفرد قال لي اه اه واحد اثنين ثلاثة مفرد طب و بعدين قال لي عايز بقى عارف ال D قال لي شيل دي وروح زود دي يلا بابا زود لي الثلاثة دول هنا اهو واحد اثنين اوه غلطة يا مستر احنا بنزود فين اولاد قال لي في ال S الاولى مستر الله كنت هاغل يبقى ال S تاخد اثنين ويتبقى معك واحد تزوده هنا قال لي استنى يا مستر هذا العنصر عنصر شاز ماشي خش على بعض B مجاب 3 روح شوف ال B اهي واحد اثنين ثلاثة عندها اربعة مفرد هذه واحد اثنين تلاثة اربعة خمسة ونضع اربعة مفرد واحد اثنين ثلاثة اربعة مفرد طب هي مجاب 3 قال لي نرجع لها الثلاثة يبقى الفرق S تاخد اثنين ونرجع واحد هنا مين ده بابا قال لي ده كده مستر العنصر اللي شبه العنصر الشاز يبقى ده كده الكروم وده كده مستر المنجنيز انا بتعرف عليهم بس اهلا وسهلا تشرفنا هات العنصر البعد وإيه مجاب 3 عنده واحد اثنين تلاثة اربعة خمسة مفرد خلاص يا مستر عنده خامسة مفرد وقال لي عناصر دي متتالي أولد اولاد سلسلة انتقالية قولة هال قال لي متتالية هاتت فرق معي لأو كان قال مقالش متتالية فانا jesteنتج زي ما انا ماشي بس هما طلعين متتاليين قال لي يال pajamas قل يالله والزع خمسة مفرد واحد �ين ثلاثة اربعة خمسة مفرد واحد sis اثنين ثلاثة اربعة خمسة يلا حبيبنا دي عندها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة مفرد حطه طيب هي موجب تلاتة قال لي ايه رجع هنا في اتنين ورجع هنا واحد خلاص يا مستر عرفت ان ده الف اي ستة وعشرين عظيم جدا يبقى ده كده الف اي ستة وعشرين طيب كمل خش على السي موجب تلاتة بيقول لي السي دي عندها واحد اتنين تلاتة اربعة مفرد اربعة مفرد بس خلي بقى اشان متطلق بقى اربعة اربعة مفرد بص انا عملهم ازاي الاربعة مفرد واحد حطيت خمسة بص بص يا ابني واحد اتنين تلاتة اربعة مفرد عملتهم كده يا مستر قال لي اما لسه واخد قبل كده كان فيه اربعة مفرد ماهنش اكرر نفس العنصر قال لي افهمتك طيب عايزين نرجع بقى الثلاثة بشا رجع بشا هنا فور اس تو وادي واحد هنا ده العنصر اللي بعد اولاد اللي هو مين اللي هو الكوبلت سبعة وعشرين خلاص كده هم تقريبا جايين متتاليين هنا عناصر استلسالة انتقالية على الترتيب قاسف كده هم ماشيين مترتبين يبقى انا كده استنتجت ان ده الكوروم منجنيز حديد كوبلت والي كده خلاص برضو من غير مكمل ال اي ده هيبقى مين اولاد قال لي ال اي ده اللي هو ال اي موجب تلاتة ده كده هيبقى النيكل تمانية وعشرين تمام طيب النيكل تمانية وعشرين نرسمه بالمرة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يقول لي عنده كان واحد مفرد واحد اتنين تلاتة مفرد اه بقى بنفس المنطق انت بقيت فهم الله اكبر عليك اوزع كده وهسيب تلاتة مفرد اجي حضرتك احط هنا الفور اس تو وبعد كده احط له ادي كده النيكل تمانية وعشرين طيب السؤال بيقول الخواصة المغناطسية لمين بقى قال لي بيقول لي الخواصة المغناطسية للبي موجب ستة كده خلاص انا بقيت عارف ان البي معايا اهو شكله موجب ستة يعني هنشيل من هنا اتنين وانشيل من هنا واحد اتنين تلاتة اربعة هيتبقى عنده الكترون واحد يعني لديه خواص مغناطسية يبقى هنا البي موجب ستة لديه خواص مغناطسية حيث انه يحتوي على الكترون مفرد بعد فقد الستة الكترون طب تعالى نشوف الدي موجب ستة نروح نشوف الدي فين ادي اولاد اهد دي موجب ستة قال لي يشيل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة الله دي بقيت الدي فارغة بعد فقد الستة قال لي هنا ليس لديها خواص مغناطسية حيث ان الدي فارغة واحنا اتفقنا الخواص المغناطسية مرتبطة بعدد الالكترونات الموجب بيقول الكاتيوناتا التي تستخدم عناصرها في تقليل طاقة التنشيط يعني ايه طاقة التنشيط الا مستر قال لي يعني تستخدم كعوامل حفازة .العناصر اللي من استخدمها كعوامل حفازة في اللي انا ذكرتهم دول كما تذكر حضرتك كنت بستخدم النيكل المجزق في هدراكت الزيوت يعني ممكن استخدم ال E مجاب ثلاثة أو ال E آسف ال E بستخدمه كعمل حفاز اللي هو النيكل مين كمان يا أولاد اللي ممكن استخدم كمان الحديد الحديد ده اللي هو ال A اللي هو ال F E كنت بستخدمه في تجربة هابر بوش في تحضير النشادر في مين تاني ممكن نستخدمه هنا كعمل حفاز اللي كمان ممكن نستخدم المنجنيز كعمل حفاز أو كانت ثاني أكسيد المنجنيز خلينا نكتفي بال E ونكتفي بال E دول بيستخدمه كعوامل حفازة السؤال 22 جايب لي جدول يوضح التوزيع الإلكتروني لكاتيونات بعض العناصر بص 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 بيسألك على العناصر قلت له طيب ثانية واحدة زي ما تعلمنا من شوية هروح استنتج العناصر هنا موجب جام أولاد اللي موجب اثنين رجعهم يا حبيبي يعني ده بقى 4S2 3D7 بسألنا عن الخاصة المعناطسية هقوم راسم ال D واشوف عندها كم مفرد سبعة إلكترونات مفردة عند العنصر واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة لديه سلاس إلكترونات مفردة شوف العنصر اللي بعده ده الأيون هنرجع بقى 4S2 3D10 هنا لديه زيرو إلكترون مفرد لأن ديه كاملة أرجون 18 بس وموجب ثلاثة رجع له الموجب ثلاثة هنحط له 4S2 3D1 يعني ديه في إلكترون واحد مفرد رجع له الثلاثة حط هنا 4S2 وحط هنا واحد بقت خمسة يعني اللهم صلى على النبي ده لما نيجي نرسم له قاعدة هند واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة تلاقي عنده خمس إلكترونات مفردة ده العنصر ده مستر أكبرهم عزماً ده عنده خمسة مفردة بيقول العنصر الأكبر عزماً هو العنصر دي وبيسأل على العنصر لو كان بيسألني على الكاتيون كنت رحت وزعت الكاتيون قبل إرجاع الإلكترونات العنصر اللي عنده أقل عزم مغناطيسي ده اللي عنده صفر أقل عزم مغناطيسي العنصر بي هو الأقل عزمي أي من كاتيونات هذه العناصر جميع مركباتها غير ملونة الألوان مرتبطة بالإلكترونات المفردة اللي جميع مركباتها غير ملونة أولاد هو السكنديوم لو انت خدت بالك ان ده السكنديوم فجميع مركباته غير ملونة ولا تنجزب للمغناطيس وايضا اللي عنده دي عشرة ده الزين كأولاد اللي هو البي لتنين دولة حبيبي جميع مركباتهم غير ملونة قوم خد لك فاصل صغير هتلك كوباية شاي او اي مشروب تحب تشربه وتعال عشان نكمل معلش ما تزهقش انا مجهز لك حوالي ستين سؤال على الباب الاول هنخلصهم ان شاء الله ان شاء الله كل الافكار تكون تلمت واحنا بنحاول نغطي الفكرة اللي جنب السؤال اللي احنا بنشتغل عليه كوباية شاي و تعالى بسرعة يلا اولاد رجعنا من الفاصل بص بص على الجدول المباكسل اللي على الصبورة ده انا موجود عندك في كراسة المفاهيم حضرتك هنا جايب لك الكتل الزرية وجايب لك انصاف الاقتار وجايب لك الكسافة ودرجة الانسهار ودرجة الغليان محتاجك تبص بص قوة تحفظ حاجة ما عايز مخك كده رايق وفاض بس لما تكون حضرتك عديت على كراسة المفاهيم مرة فتبقى عارف الاماكن اللي بيجيب منها الكتل الزرية فين ودرجة الانسهار ونصف الكتر لاحظت ان الساكانديوم هو اقل عناصر الجدول كسافة وكسافته اكبر من كسافة الماء اذا جميع عناصر السلسلة انتقالية الاولى كسافتها اكبر من كسافة الماء يعني تغوص في الماء هذه معلومة تيجي تبص على درجة الانسهار انزل معايا كده وقل لي مين اكبر واحد في درجة الانسهار تلاقي الكروم اكبر واحد في درجة الانسهار انزل معايا كده ودورلي على النحاس تلاقي النحاس هو اكبر واحد فيهم في الكسافة تيجي تبص معايا المانجانيز تلاقي المانجانيز اقل واحد فيهم في درجة الانسهار واقل واحد فيهم في درجة الغلايان ما انت كنت عارف ان هذا المانجانيز كان شديد لهشاشة يعني حبيت بس اخد معك لقطة على الجدول اللي موجود في كراسة المفاهيم عشان في اسئلة بتيجي عليه وتضطر تروح تبص في كراسة المفاهيم تعالى بنشوف كده اسئلة من اللي بتيجي عليه بسم الله الرحمن الرحيم حل 24 الاول يعني مناسبة الجدول العنصر الانتقالي الاعلى في درجة الغلايان والتركيب الالكتروني لأيونه هو كذا ارجع معاك على طول على الجدول العنصر الاعلى في درجة الغلايان رح ترايح على درجة الغلايان لقيت السكنديوم اعلى حاجة في درجة الغلايان وهو الراجل كترخيره مديني هنت يعني بيقول لي التركيب الالكتروني لأيونه هو ارجون 18 فقط وطبعا ايونه هنا يبقى موجب 3 حضرتك انت عرفت انه السكنديوم فأيونه يبقى موجب 3 ده ولاد السكنديوم حل 23 عنصر انتقالي رئيسي احد حالات تأكسوده موجب 3 خلاص انت هرست حتة عدد تأكسود موجب 3 بتخلي المستوى الفرع دي يحتوي على اثنين الكترون انتظر بقاس استنى قادي الاكس موجب 3 الاول وقادي ارسم هو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة بيقول لي يحتوي على كاما حبيبنا قال لي يحتوي على اثنين الكترون اهم عايز ايه؟ عايز جهد التأيون للعنصر يكون مرتفع جدا في حالة تأكسود ايه؟ اجيب العنصر الاول رجع له الثلاثة اه مستنى انا فاكر فور اس تو وهنا اضط واحد حبيب قلبي هذا العنصر يحب يفقد اثنين عادي لان كلهم يحبوا يعملوا حالة تأكسود موجب اثنين ومعاك لغاية موجب خمسة ده اقصى حاجة يعرف يعملها لان بعد كده ده كده خلص اللي في الديه فهيكسر مستوى طاقة مكتمل روح يكسر في الارجن بقى قال لي بقى اقصى حاجة يعملها هي الموجب خمسة يعني الجهد يعلى قوي 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 بعد موجب خمسة في حضرتك الجهد يبقى مرتفع جدا لو خلص كل اللي في الديه وبدأ يكسر في الارجن 18 او في الغاز الخامل اللي هو بن قسين بنسميها يكسر مستوى طاقة مكتمل يا رب يكون الاسئلة بتفيدك عنصرين اكس وي من عناصر السلسلة انتقالية الاولى اكسيد العنصر اكس عام الحفاز في تحضير الاكسوجين حبيبي ده ثاني اكسيد المنجنيز يبقى الكلام هنا اولاده على المنجنيز اللي كان بيستخدم فيه عام الحفاز في سرعة تفكك فوق اكسيد الهايدروجين الى مأوى اكسوجين بيقولك العنصر واي يكون مع العنصر اكس سبيكة مين خدناه كان بيكون مع العنصر اكس سبيكة قال لي اه كنت خدت الحديد مع المنجنيز كان بيكون لي خطوط السكة الحديد قال لي تمام عايز ايه قال لي عايز استنتي الكاتيون اللي عنده اكبر عزم مغناطيسي انا كده عرفت ان معي منجنيز ومعي مين ومعي حديد قال لي عظيم هنا اولاد بيقولي الواي حاطة ثلاثة والاو حاطة اثنين يعني هنا الواي موجب كما ولاد الواي موجب ثلاثة واحنا قلنا الواي ده اللي هو مين الواي ده اللي هو الحديد ستة وعشرين فارسم الحديد الاول هو ثلاثة 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 شير من اثنين ومن اثنين ومن اثنين واحد بقت خمسة فعنده خمس الكترونات مفردة فى المستوى الفرع دي يعني ماشي يعني اكس يا حبيبي قلبي هيبقى اكس اكس نفسه اكس هيبقى ارجون تمنتاشر فور اس تو ده المنجنيز فور اس تو السري دي فايف ده ال اكس يا حبيبي ده المنجنيز خمسة وعشرين عايز اخليه موجب ثلاثة هو كمان قال شيل 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 بسم الله شيل من هنا اثنين وشيل من هنا واحد يتبقى هنا اربعة يعني عنده اربعة مفرد بيسألني مين يكون اكبر عزم مغناطيسي في الاثنين دول قلت رو اللي عنده الالكترونات مفردة اكتر تعرفت المفرد ازاي؟ قال لي انا لسه معلمك دلوقتي انك ترسم القربطالات بتاعت الدين وتحط الالكترونات فيها عشان تعد المفرد ادي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة التاني هيبقى في اربعة بس يبقى اللي عنده اكبر عزم مغناطيسي في الاثنين دول هيبقى مين؟ اللي هيبقى الواي ليه؟ قال لي عشان عنده خمس الالكترونات مفردة طبعا انا السؤال بيقول لي استمتج يعني لازم تعمل زي ما عملت يعني لازم تقول لي ادي الواي مجاب 3 توزيع اهو وترسم لي قاعدة هند وتوريني الخمسة المفرد وهكذا يارب يسدد خطاك ويفرحك ويفرحنا بيك ان شاء الله العنصر اكس من عناصر السلسلة انتقالية الاولى يلي العنصر زد يبقى العنصر اكس من عناصر السلسلة انتقالية الاولى ويجي بعد العنصر زد العنصر زد يسهل اكساته من موجب اثنين الى موجب ثلاثة قلت له بس انا عرفت ان العنصر ده هو الفي 26 يبقى اللي بعده هيبقى الكوبالت 27 ويجي بعد العنصر اكس من عناصر السلسلة انتقالية الاولى اجمد يا بطل يلا السؤال 27 اي من هذه المركبات ينجزب من المجال المغناطيس الخارجي حبيب قلب الغالي ينجزب من المجال المغناطيس الخارجي يعني عنده الكترونات مفردة فبيقول لي مين فيهم ينجزب للمجال المغناطيسي حضرتك اي مركب من مركبات السكنديوم اي مركب من مركبات الزنك لا ينجزب للمغناطيس وغير ملون تيجي حضرتك على التي اي تقول له معرفهاش عدد تأكسودها كامل اكسوجين بسالب اثنين يعني اكس سالب اربعة بتساوي صفر معناها ان التي اي هنا بموجب اربعة حضرتك انت مش حافز عدد تأكسود التي اي روح جيبه من كراست المفاهيم تي اي اتنين وعشرين تي اي توزيعه ارجون 18 فور اس 2 سري دي 2 انت عرفت النموجة بربعة في المركب ده يعني هيفقد كل اللي عنده يعني ما عندهش الكترونات مفردة يعني ليس له عزم مغناطيسي اذا الاجابة به من غير معملها بقى خلاص السؤال 28 المادة الكيميائية اللي ليها اقل عزم مغناطيسي بنفس المنطقة حبيبنا حضرتك هتحسب عدد تأكسود كل واحد فيهم وترسم بقاعدة هند تشوف عنده كام الكترون مفرد اللي عنده اكبر عدد من الالكترونات المفردة هو ده اكبر عزم اللي عنده اقل عدد من الالكترونات المفردة ده الاقل عزم طب يلا على السريع المحبة يلا بسم الله اللي عنده اقل عدد من الالكترونات المفردة يعني لو كان بيسألني على اكبرهم عزم كنت اختارت اللي عنده اقل عدد من الالكترونات المفردة طب تعال نشوف السي يو هنا نحط اكس والقبس باتنين يبقى السي يو هنا مجاب اتنين اللي ماشي سي يو انت عارفه بتسعة وعشرين السي يو تسعة وعشرين السي يو نفسه توزيعه ارجون 18 فور اس ون عشان دشاز في التوزيع سري دي تن قال لي فاهمك قلت له بس انا متكلمش على السي يو انا متكلم على السي يو مجاب اتنين قلت له ما انا عارف يعني نشيل من هنا واحد ومن هنا واحد يتبقى تسعة اللي مستر مش انت قلت ان مفترض ما يعملش يفقد من عشرة قال لي لا ماهوصل السي يو وعناصر العملة عندهم شزوز ايضا في الفاقد يعني بيتخطوا رقم مجموعتهم اللي هو الوان بي وبيفقدوا مجاب اتنين وفي منهم بيعمل مجاب تلاتة فدي مش قصتنا دلوقتي انا عايز اشوف عنده عزم او لا قال لي ماشي ما لو عنده تسعة الكترونات مفردة لما نيجي نوزعهم بص كده حضرتك معي ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هيتبقى عنده الكترون واحد بس مفرد ايو معنى عنده عزم او ما عندهوش عنده بس قليل وهو بيسألني على اخلهم عزما طبعا لو بسيط على الرقم هنا هتلاقي عزم اكبر لانه يبقى عنده الكترونات مفردة اكتر وبالتالي الاجابة هتبقى الاجابة به لانه عنده الكترون واحد مفرد طب لو لقيت حد عنده صفر مفرد ده ليس له عزم اصلا هو قال لي عنده عزم بس قليل خلاص ده اقل عزم اقل عزم الكترون واحد مفرد يلا نرى السؤال 29 السؤال 29 بيقول لي X و Y و Z عناصر انتقالية متتالية اكبرهم في العدد الزري هو X قلت له بسيطة خالص هحط خط تحت كلمة عناصر انتقالية وقال لي متتالية قلت له الزد اني مش فيهم يبقى انا عندي CU 29 ده اخر واحد وقال لي ده اكبرهم يبقى ده X اللي قابله قابل CU 29 قابله النيكل 28 اللي قابل النيكل 28 الكوبالت 27 حبيبي حافظ على الاسامي اللي هو مديها لك هو بيقول لي C O ده هيبقى اسمه عندنا Z ال N I هيبقى اسمه عندنا X يبقى اسمه عندنا Y واكبرهم هو ال X اللي هو CU عايز يعرف الترتيبة بتاعت الايونات اللي في الموجودة هنا ده D اللي هو ده كده صنائي وده كمان صنائي وده كمان صنائي عايز يعرف الترتيبة حسب العزم قلت له عشان حضرتك تعرف ترتيبة العزم نمسكهم واحد واحد الزد اللي هو احنا بنسميه في الحقيقة الكوبالت يلا نوزع ونشيل منه اثنين ونشوف عدد الالكترونات المفردة بسم الله أرجون 18 4S2 3D7 خليه مجاب 2 قلت له عيني يعني 3D7 نجيب المفرد ازاي؟ قال لي ارسم المستوى الفرع دي اللي هو عبارة عن خمس فور بثلات وتعد كده واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة واتوزع فيهم السبع الالكترونات فرادة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ازوج ستة سبعة بقى عندك كم مفرد؟ قال لي في عندي تلاتة مفرد هات اللي بعده؟ يلا بسم الله اللي بعده مين؟ اللي بعده الواي؟ اللي هو NI 28 يلا سم الرحمن وزع NI الاول أرجون 18 4S2 3D8 سنائي يعني عايز تعمل المجاب 2 قال لي ماشي وزع حبيبي يلا واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة فيه فاصل غنائي جيلنا من بره هنحط فيهم التمن الكترونات واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يتبقى عندك اثنين مفرد هات اللي بعده حبيبينا يلا اللي هو X اللي هو اكبرهم عدد زري اللي هو ال X اللي هو عند CU 29 اللي هو بنسميه X وزعه وبعد كده شيل منه اثنين عشان هو عايز المجاب اثنين خلي بالك ده شاز 4S1 3D10 شيل منه الاثنين الالكترون يلا حبيبنا عشان تعمل المجاب اثنين شيل من هنا واحد من هنا واحد بقى تسعة ارسم قاعدة هند واحد اثنين تلاتة اربعة خمس اماكن هتحط فيهم التسعة الالكترونات اللي عندك واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عند واحد مفرد يعني اصغر واحد فيهم عزم هو اقل واحد في عدد الالكترونات المفرده فاصغر كاتين عندي عزم هو الف paypal حقاول 31 الف paypal حقاول اذهب اثنين يتخلص ا bangs هو الثق rushing ألاقي فعلا اكس موجب اثنين هي أكبر واحدة يليها واي موجب اثنين يليها زد موجب اثنين يارب يكون السؤال اتفهم ما تلاقش ان شاء الله لأمور كلها خير بإذن الله حضرتك تفائل بالخير وان شاء الله ربنا رزقك كل الخير يلا حمين عنصر انتقالي رئيسي من السلسلة انتقالية الأولى في حالة عدد تأكسد موجب اثنين بكله أكبر عزم مغناطيزم فإن التوزيع الالكتروني لهذا العنصر في حالة التأكسد موجب 3 تكون كام قال لي مستر ما انتعارف ان اكبر عزم مغناطيزي لما يكون عنده خمس الالكترونات مفرد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة قال لي اه قال لي كده وهذا العنصر افترضه اكس كان موجب اثنين قال لي ماشي عايزي قال لي انا عايز اصنع منه موجب ثلاثة قال لي طب ما تصنع منه موجب ثلاثة يعني شيل واحد كمان يعني ادي ما فيها كام؟ قال لي بقى فيها اربعة قال لي بقى الاختيار اي بقى عمليه دائر يلا ايوانا انت بتقول صح يعني نص الباب الاول تقريبا بيتكلم على العدد التأكسد وخواص العناصر الانتقالية فهو بيربط دائما بعد التأكسد عشان يشغلك انت معاك رأس المفاهيم فيها الخواص وفيها الحاجات فكونك بتعرف تحسب عدد التأكسد وتحسب المفرد وتشوف العزم وتشوف اللون والكلام ده ده مهارتك يعني مهارتك حساب عدد التأكسد بعد كده روحك الراسة بتاعك المفاهيم يلا عنصر اكس ينتهي توزيع الالكتروني عايزك بس تركز على كلمة عنصر وكلمة كاتيون توزيع الالكتروني ينتهي بسري دي سيفن فإن المركب اكس سي إل سري طبعا انتعرف ان السي إل بسليب واحد يعني هنا الاكس بمجاب ثلاثة طيب بيقول لي العنصر ينتهي يعني لما اكتب العنصر هيبقى فور اس تو سري دي سيفن طيب عايز بقى الايون اكس مجاب ثلاثة سهلا اكس مجاب ثلاثة يعني نقص ثلاثة عارفنا نقصهم ازاي قال لي خلاص امستر خرسنا القصة شيل من هنا اثنين وشيل من هنا واحد بقى ادي ستة عايز ايه؟ قال لي عايز بقى ارسم قاعدة هند عشان هو بيكلمني هنا على هو ملون ولا غير ملون وعنده كم اللكترون مفراد؟ قال لي نيرز بسم الله واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هعط فيهم السته الكترونات فرادة أولا بعد كده يتم الازدواج يتبقى عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة يعني عنده 4 الكترونات مفردة مستر ده ملون ولا غير 끝 قلت اليه ملون طبعا طالما عنده الكترونات مفردة في الدي ملون يعني واجهاتك ملون قال لي وعنده كم إلكترون مفرد أنا استنتجت من الأول أنه عنده أربع إلكترونات مفردة العملية التي تؤدي إلى رفع نسبة الحديد في الخام بتحويل بعض الشواب إلى غازات قال لي يعني كده في تفاعلات والتفاعلات ده بيبقى حاجات كيميائية يا أولاد يعني تلبيد لا تكسير لا تركيز لا لأن الكلام ده كله فيزيائي يتقاط حميس السؤال تلاتة وتلاتين بيقول كل من مالي يمكن إجراءه لخام الحديد قبل مرحلة الأفران كله قبل مرحلة الأفران ما عدا إيه قال لي بالراحة تحويل الخامز اللون الرمادي إلى آخر لونه أحمر قال لي آه ده فعلا ده كده قبل مرحلة الأفران كنت بحسن خواص الفيزيائي والميكانيكية بتاعته رفع نسبة الحديد في الخام آه كنت بعلّي التركيز التفاعل مع خليط من غازي الـ H2 والـ CO اللي هو الغاز المالي لا ده بيتم جوه الفرن قلت له هو ده اللي انت عايزها فاصل بعض الشوائف كل ده كان في التجهيز خلاص يبقى له عايز قبل دخول الفرن كل دول ينفعوا مع عدا التفاعل مع الـ CO والـ H2 ده كان اختزال داخل الأفران ده كان فورن مدريس كل من مالي يمكن إجراءه لخام الحديد قبل الاختزال مع عدا برضو نفس الفكرة اللي اتقلت قبل كده وعادة بيجيب نفس الفكرة في الدور الثانية يمكن إجراءه لخام قبل اختزال ومعادة معادة التفاعل مع أول أكشيد الكربون اما هنفس الفكرة بقى ده كده كان بيحدث أثناء الاختزال السؤال 35 كل من مالي يهدف إلى تحسين الخواص حط لي خط تحت كلمة الفيزيائية قبل الاختزال معادة خلي بالك قال لي فيزيائية يعني مفيش تفاعلات اه اول واحدة بيقول لي اكسادة اه اكسادة دي كانت في الخواص الكيميائية مش الفيزيائية اما الربط وزيادة النسبة والتكسير والطحن كل ده فيزيائية تمام سؤال 36 من العمليات الفيزيائية بنفس الفكرة اولاد عشان بقولك بس الحاجات بتتكرر وانا عايز اصبتلك المعلومة من العمليات الفيزيائية التي يمر بها خام الحديد وتؤدي الى تقليل الكتلة وهو مركز في السنتين اللي فاتوا قوي على تقليل الكتلة دي قوي ويلعبها على فيزيائية وكيميائية صلي بنا عندي حضرتك لا التكسير ولا التلبيد بيأثر في الكتلة طيب التحميس لا بيأثر في الكتلة التحميس لانه بينفصل بعض الغازات خلي بالك من نقطة فيزيائية قال لي بقى التحميس لا في امتحان جابها التوتر السطحي والامتحان الثاني جابها التركيز تعال كده ما نرى السؤال الثاني انت بقى ما تتخضش من الصيغة انت تركز على الفكرة يقول لي قطعة من الخام كتلتها 2 كيلو جرام قلت له ماشي مرت بعملية ايه؟ قال لي عملية فيزيائية فاصبحت كتلتها الرقم ده عايز يعرف العملية قلت له انت قلت فيزيائية قال لي اه قلت له بقى مش تحميس وانه لسه اقل لك للتكسير ولا التلبيط بيأثر في الكتلة تكسير يعني بتفتفته يعني هو لو كان كتلته 2 كيلو وكسرتهم هتلاقيهم 2 كيلو لو كانوا متفتفتين وجمعتهم هم 2 كيلو عفضلوا 2 كيلو لكن التركيز والتوتر السطحي هم اللي بأثروا على الكتلة السؤال 38 بيقول اي من ما يلي يقوم بنفس الدور في كل من الفرن العالي وفرن مدرس اذكرك العمل المختزل في الفرن العالي هو هو والعمل المختزل في فرن مدرس هو خليط من هو يعني هو عمل مشترك في الفرنين موجود هنا وموجود هنا اجمال بطل اجمال يا دكتورة الافران التي يتم فيها تحول اكسيد الحديد 3 الى سبيكة حديد وكربون على الترتيب حبيبي حديد وكربون ده الحديد الصلب اللي كان ينتج في افران الانتاج بس أنا كنت بودي له حديد ما كنتش بودي له اكسيد يبقى الاول هوديه على فرن عالي يا اما دي اما دي وبعد كده هوديه على فرن انتاج لا فرن مدرس ده فرن اختزالي طلح حديد اذا الاجابة تبقى الاجابة دامة من العمليات الكميائية حط خط تحت الكميائية التي يجب اجراها على خامل ليمونايت مين خامل ليمونايت ده حبيبي؟ خامل ليمونايت ده اكسيد الحديد 3 وهو F2O3 اللي معاه شوية ماء ايه الحاجات اللي تعملها عليه علشان تحصل على حديد؟ اللي اول حاجة بسخنه علشان امشي الماء وارفع نسبة الحديد في الخام وبعد كده ادخله على الافران بتاعت الانتاج يلا كده بسم الله يبقى هعمله تحميص ايه فعلا هسخنه تسخين شديد بمعزة عن الهواء وبعد كده هعمله عملية اختزال داخل الافران لا تلبيت ما تنفعش تلبيت ده انا بجمع الجزئات الصغيرة اللي طلع من الافران او الجزئات الصغيرة اللي جاية من التكسير واجمعها وكبرها اخلاها في حجم الاختزال تحميص اه بس انتاج الحديد الصلبة من قبل ما اعمل الاختزال ازاي ما انا ما بديش فقفنا للانتاج غير حديد قال لي تمام السؤال 41 قبل ما ندخل عليه حضرتك هلخصلك التفاعلات يلا في خمس دقائق هلخصلك تفاعلات الحديد وجميعها كسيدو بسم الله اولا الحديد نحصل عليه من اكسيد الحديد السلاسي او من خام الهيماطايت الذي يطلق عليه اسمه الاكسيد الاحمر وممكن احضره من اكاسيد اخرى لكن افضلهم في الاختزال هو الهيماطايت اي اكسيد من اكاسيد الحديد اولادها سخنوا تسخين شديد اكتر من 700 درجة مئوية لكن افضلهم هو الهيماطايت اللي بيتسخن في الفرن العالي او فرن ميدريكس ويدديني الحديد بيتسخن اكتر من 700 درجة مئوية يبقى الطريقة اللي احصل بها على الحديد هو اني ادخله ادخل الخامل اسمه الهيماطايت داخل افران بتاعت الاختزال قال لي عظيم قال لي التفاعلات المشهورة اللي بنعملها نعمل اكسيدا يعني تفاعل مع الاكسوجين نجرب الاختزال نشوف فيه قابلية الاختزال معلومة مفيش اي فلز قابل للاختزال مفيش اي فلز بيكتسب الالكترونات لكن اكاسيده خاماته ممكن يبقى هو اكسادته قابل الاكسادة لكن الحديد نفسه مرقابل للاختزال زيه زي اي فلز هنفعله مع المياه نفعله مع الاحماض المخفافة والمركزة نفعله مع اللا فلزات النشطة ومتوسطة النشاط نسمى الرحمن ونشوف كده باسم الله تفاعل الحديد مع الاكسوجين او بخار الماء بيدي نفس الناتج اللي هو اكسيد حديد مغناطيسي اللي هو FE3O4 واللي الخام بتاعه بيطلق عليه اسم اكسيد الحديد المغناطيسي او بنسميه الاكسيد الاسود في حالة الاكسوجين بيدي FE3O4 فقط في حالة بخار الماء بيدي FE3O4 وكمان غاز الهايدروجين الذي يعتبر عامل مختاز القوي هل ماشي؟ تعال لما نفعله مع اللافل الزات وبعد كده نسيب الأحماض للآخر مع اللافل الزات يتفاعل الحديد مع اللافل الزات النشطة مثل الكلور والكلور يا ولاد عامل مؤكسد قوي فانت توقعك يدي FECL2 بقولك لا بيدي FECL3 حيث ان CL2 عامل مؤكسد قوي فما يخليش حديد مجاب 2 يخليه مجاب 3 طيب مع الحديد نحط له كابريت ونسخن قال لي يدي الFES اللي هو كابريتي دي الحديد 2 تفاعل له مع الاحماض اللي يركز واخلي بالك الأحماض عندي اللي هتكلم عليها زي حمض كابريتيك وحمض languages وحمض النيتريك وحمض datr thì لاخبارommالي responsibilities وكني إنهم تفاعلوا الحديد مع الحمض الكابريتيك جدًtera تفاعله مع حمض بسم الله تفاعل الحديد مع حمض الكابريتيك مني أن تأ 그�اث lob ممكن اكتب على السهم C-O-N-C او اكتب الحمض H-2-S-O-4 واكتب تحته العلامة دي الحالة الفيزيائية Liquid يبقى ال L المكتوبة تحت رمز الحمض تعني انه مركز خلي بالك اما لو كان مخفف فممكن اكتب على السهم Diluted او اكتب رمز الحمض H-2-S-O-4 والحالة الفيزيائية IQ مهمة قوي ده خلي بالك من الحالة الفيزيائية قال لي طب قولها مستر يلا بسم الله يا حضرات الحديد مع حمض الكابريتيك المخفف F-E بتطرد H ويديني F-E-S-O-4 سنائي وتصعد غاز الهايدروجين ولو سألتني ما الحديد بحب السلسي اكتر اقول لك اصد الهايدروجين عامل مختاز اما في حالة الحمض المركز فهيديني خليط من F-E-S-O-4 السنائي وال F-E-S-O-4 all-by-3 الحديد السلاسي كابريتات الحديد السلاسي وهيديني مية H-2-O وهيديني هدية مهمة جاية في الامتحان هي غاز ثاني اوكسيد الكابريت اللي احنا في الباب الثاني هنقول لك عليه انه يخضر ورقة مبللة بثاني كرومات البوتاسيوم المحمدة بحمض الكابريتيك فخلي بقى لك عشان الغاز ده غاز بيطلع من تفاعل الحديد مع حمض الكابريتيك المركز الساكم قال لي عظيم طب مع حمض النيتريك قال لي بيفعل مع حمض النيتريك المخفف ومش عليها التفاعل الا انه مع حمض النيتريك المركز بتحدث ظاهرة مهمة اسمها ظاهرة الخمول الكيميائي اسمها ظاهرة الخمول الكيميائي خلي بالك حمول كيميائي يعني توقف التفاعل بعد فترة طيب كده مستني انا فهمت تفاعلات الحديد احصل عليه من خام الهيماتايت باني عمله اختزال باحد العوامل المختزلة زي السي او او الاتش تو زائد السي او ده في الفرن العالي ده في فرن ميدريكس بفعله مع الاكسوجين وبخار الماء وهو مسخن لدرجة الحمرار 500 درجة مقوية بيديني اكسيد الحديد المغناطيسي لو بفعله مع الماء وبخار الماء بيطلع غاز الهايدروزين طيب خلي بالك لما بيتفاعل مع حمض الكابريتيك تسألني مخففة للمركز لان النواتك بتختلف مع حمض النايتريك لو كان مركز التفاعل بيتوقف بعد فترة نتيجة تكون طبقة من الاكسيد على سطحه بتوقف التفاعل وده بنسميه الخمول الكيميائي مع الكابريت بيدي كابريتيد الحديد اثنين مع الكولور بيدي كلوريد حديد ثلاثة وخليك مركز مع كلوريد حديد ثلاثة لانه مهم قوي اقدر احصل منه على الف اي تو اسري زي ما نتكلم قدامه بالنسبة للحديد و اكسيدو فركز معي في السلم الجميل الحديد لما يبقى معه اكسوجينة واحدة ده كده بنسميه اكسيد الحديد السنائي اقل نسبة اكسوجين زود اكسوجينة كمان يعني تعمل عملية اسمها عملية اي وانت طالع كده حبيبي قال برافو عليك اسمها عملية اكساد يديني F E3O4 زود نسبة اكسوجين اعلى يديني F 2S يبقى اعلى نسبة اكسوجين عند F E2COH A اللي هو اكسيد الحديد السلاثي كده انت طالعة بتعمل اكسادة لو انت واثق وتناقصت نسبة ال اكسوجين يعني حضرتك بتعمل عملية اسمها عملية اختزال مهم قوي دي الحديد قابل للعكسادة وغير قابل للاختزال ما انتعارف ان اي في لزة في الدنيا القابل للاختزال فهو قابل للأجسادة وقابل للاختزال طالما وراء حد ينفع يرجع فهو قابل للاختزال فهو غير قابل للاختزال وقابل للاختزال وبالتالي هو افضل واحد يحصل له اختزال وغير قابل للاختزال لان اعلى حال التأكسود الحديد مجاب 3 هو وصل لمجاب 3 سمي الرحمن وتعالى لما نمسك الأكاسيد نشوف نحضرهم ازاي ونفعلهم ازاي ملخص سريع عشان لو جالك سؤال ما تقعدش تدور فراية المفاهيم إلا إذا احتاجت تفاصيل معادلة بسم الله هسأل ثلاث أسئل السؤال الأول بتحضره ازاي السؤال الثاني اكسدته واختزاله السؤال الثالث تفاعله مع الأحماض وشكر واحد بتحضره من اين اللي والله حضرتك ده بيتحضر من اخواته الكبار أول طريقة ليه تحضيره من اختزال الأخوة الأكبر اللي هم F2O3 و F3O4 يبقى بيحضر عن طريق اختزال خواته الكبار مين اخواته الكبار يا حبيبنا قال لل F2O3 وال F3O4 بتختزاله ازاي؟ قال لي بأحد العوامل المختزلة سواء كان CO أو H2 انتبه لدرجة الحرارة من 400 إلى 700 يبقى من 400 إلى 700 سواء كان F2O3 أو F3O4 من 400 إلى 700 حضرتك يديك F2O طب في طرق تانية قال لي اه فيه تسخين ركز في التسخين قوي تسخن من عشان تحصل على F2O بسخن أجزالات الحديد 2 ومن ثاني قال لي بسخن F2O3 بس بشرط خلي بالك بمعزل عن الهواء وهنا فيه تركاية لو قال لي بسخن دول في الهواء سيتأكسد الغلبان إلى F2O3 مباشرة لأنه لو لقى أكسوجين أو لقى هواء هيتحول إلى F2O3 يبقى انتبه لشرط التفاعل تسخين والنوئير معزل عن الهواء كده حضرنا اتنين اختزال أخواته الكبار من ربعمائل سبعمائل بوجود عامل مختزلة مثل CO اتنين تسخين أجزالات حديد 2 COO COO FE أو Cydrite أو كربونات الحديد 2 بس بشرط يكون بمعزل عن الهواء هنا أولاد لما بتسخن ده بيطلع غاز ثاني أكسيد الكربون هنا ده لما بتسخن بيطلع CO CO2 برضو الشيء بالشيء يذكر ده بيطلع غازين ده بيطلع غاز واحد طيب عايز تقول لنا حاجة ثاني عنه يا مستر أنا عايزة أقول لك هل هو قابل الأكسادة ولا لأ قابل الاختزال ولا لأ لو انت افتكرت السلم اللي أنا لسه عمله لك من شواء صغيرين هقول لك FEO ده في حتة متوسطة قابل للأكسادة وقابل للاختزال طيب يلا مستر ورينا قابل للأكسادة ويدي أخوك كبير على طول اللي هو FE2 أسري قابل للاختزال ويدي حديد لما سخنوا أكثر من 700 درجة مئوية في وجود عوامل مختزلة مثل CO أو H2 يدي حديد بس خلي بالك ما بيفضلش ان احنا ندخله في أفران الاختزال هتفعلوه مع الأحمد قال لي انتبه قوي الأكسيد بينفع يتفعل معمين وما يتفعلش معمين لذلك سؤال المخطط اللي أساسي في الامتحان المخطط معتمد على انك لقيت الفكرة اللي أنا بقولها دي وإلا ما كنت شلو ضيعت وقت فيها أنا عارف ان وقتك غالي حضرتك الوقت ده انت بتلم اللي نقصك حضرتك انت بتذاكر الأفكار كلها بتقودش تحفظ حاجة دلوقتي خلاص وقت الحفز خلص ما تضيعش وقت في قرية المنهج كله قرية متعمقة ما فيش وقت حضرتك بتعدي على جميع الأفكار بتاعت الأسئلة وتراجع الأفكار لنقصاك تستعم بالله وعلى مهلك وده احنا بنساعدك هو بفضل ربنا احنا جايبين على الباب الأول حوالي حاجة وستين سؤال مجمعين فيهم كل الأفكار فأرجوك اهدأ واحفظ الفكرة واتفرج انت ازاي بتحل علشان ما تدخلش جوه اللجنة يحصل لك إيرون يارب ان شاء الله يصر لك كل صعب ويهديك للخير بإذن الله أهم حاجة اهدأ وذاكر يلا ده حبيبي بيتفاعل مع الأحماض المخففة وايضا ينفع يتفاعل مع المركز بس انا بتكلم يعني هل هو مع المخفف بينفع ولا لا اه يبقى الفي اي او الوحيد في أكاسيد الحديد الذي يتفاعل مع الأحماض المخففة مثل الحمض الكابريتيك المخففة والنواتج ده اي او لا يتفاعل مع حمض الكابريتيك ويدي ف اي اس او فور كابريتات حديد ثونية ومية لو جات لي هيتطلع عن نواتج ايه خلاص انا بحاجة نخش على اللي بعده الأخ المتوسط الف اي اس ري او فور يلا مستر فكرني ثلاث حاجات بتحضرون من اين قابل الاكسادة والاختزال بسم الله تحضيره اكيد مستر بيتحضر من اخوه الاكبر منه ممتاز بيحضر من الف اي تو اس ري بنعمله اختزال بس انتبه بنحضره من الاختزال بتاع الف اي تو اس ري بس انتبه هيبقى معايا عامل مختزل مثل السي او او الاتش تو ويتوقف على درجة الحرارة هنا حضرتك التسخين هيبقى من متين وتلاتين لتلتمية درجة مئوية خلي بالك لو انت زودت التسخين من ربعمية لسبعمية هيدي الف اي او يبقى خلي بالك يتوقف الناتج على درجة الحرارة مبيع الله يلا مستر بسم الله لما خلق اف اي تو اس ري اساخنه مع وجود عامل مختزله مثل السيو او او ايتش تو بس التسخين يكون تسخين من مئتين وثلاثين وتلاتين لاتانتمية درجة مئوية هيدديني ايف ياس ري اس ري افور اللي هو اكسيد الحديد المغناطيسي في الاول PRC كان بيديني اكسيد الحديد المختلط أو او اكسيد الحديد المغناطيسي مع بخار الماء كان بيطلع غاز الهايدروجين مع الأكسوجين كان بيطلع الـ F3O4 فقط قال لي حاضر وبكذا خلاص حضرته اللهم ركالحم قابل الأكسادة افتكر السلم افتكر السلم هل كان في عنده الـ F3O4 كان في عنده حد أكبر منه قال لي اه يبقى قابل الأكسادة طب استنى قابل الاختزال نعم ويتأقف اختزاله على درجة الحرارة حضرتك لو انت نازل كده بتسخنه من ربعمية لسبعمية في وجود عوامل مختزلة يديك أخلي تحته لو قرصت عليه في التسخين وسخنته أكتر من سبعمية يديك الحديد اللي انه أيضا غير مفضل في الأفرام عظيمة مستر أنا معك قلت رب رفو عليك طب يلا كده بسم الله قابليته للأكسادة موجودة طالما فيه أكبر منه يتأكسد ويدي F-E2O3 قابليته للاختزال موجودة ويتوقف الناتج على درجة الحرارة لو بتسخن تسخين من ربعمية لسبعمية هيديك أخوص صغير اللي تحته على طول F-E-O ولو قرصت عليه في التسخين أكتر من سبعمية هيديك F-E آخر سؤال يتفاعل مع الأحماض نعم مع الأحماض المركزة فقط خلي بالك من الحالة الفيزيائية للحمض لو كانت A-Q لا يحدث تفاعل انتبه يا تفاعل مع الأحماض المركزة اللي كاتب على السهم كلمة مركز أو كاتب الحالة الفيزيائية اللي هيلعب عليها السنادي خلي بالك لو كاتب الحالة الفيزيائية A-Q لا يحدث تفاعل لو كاتب الحالة الفيزيائية اه ده المركز حبيبي التفاعل هيتم وهو أكسيد مختلط سيعطي مختلط من الكابريتات الحديد فهيديني F-E-S-O-4 و-F-E-S-O-4 ومية وباس لو تذكر الحديد مع حمض الكابريتيك المركز كان في حاجة زيادة مرافو عليك الهدية S-O-2 غساني أكسيد الكابريت يبقى ده اللي ممكن يميز الحديد عن أكسيد الحديد المغناطيسي في التفاعل مع الحمض هو تصاعد غاز وحدث فقاعات من S-O-2 تتصاعد في حال التفاعل الحديد مع الحمض الكابريتين كده نقصك يا بطال كده نقصنا مستر الأخ الأكبر في الأكسيد وهو أكسيد الحديد ثلاثة تسألني على التحضير أقولك بأكسادة خوات السغنطاطين يعني أكسادة F-E-O يعطي أكسيد حديد ثلاثي أكسادة F-E-S-O-4 يعطي أكسيد حديد ثلاثي أرجع السلم تحضيره أيضا بطريقتين تسخين ركز كويس قوي الطريقة الأولى بتسخين F-E-O-H كل ثلاثة بدرجة حرارة أعلى من 200 درجة مقوية وبالمناسبة السعيدة الـ F-E-O-H كل ثلاثة يأتي من تفاعل F-E-C-L-S-R-E مع الـ N-A-O-H من أخرى من تسخين كبريتات الحديد الثلاثة من مركب الحديد في ثلاثي وهنا كان يطلع من نواتج التفاعل غزين من أولاد S-O-T-O-S-O-S-R-E ويعطي الـ F-E-O-S-R-E أيضا يبقى ذات تفاعل غزين انحلال حرارة لكبريتات الحديد السنائية تطلع أكسيد حديد ثلاثي و S-O-T-O-S-R-E طبعا بهم عوامل مؤكسيدة لذلك رفعته من الثلاثي إلى الثلاثي مستر هل هو قابل للأكسادة؟ لا هذا الأكسيد غير قابل للأكسادة لأنه فيه أعلى حال التأكسود الحديد هل قابل الاختزال؟ نعم ويتوقف دواتج الاختزال على درجة الحرارة هتحط له عامل مختزل مثل C-O أو H-O أو كلاهما لو سخمت من 230 ل 300 يدّي لك F-E-S-R-E-O-F-U-R لو أرزت عليه شوية من 400 ل 700 يدّي لك F-E-O لو أرزت عليه جامد داخل الأفران وسخمته أكثر من 700 درجة مئوية يدّي لك F-E-O يبقى قابل للاختزال ويتوقف الناتج على درجة الحرارة هل يتفاعل مع الأحماض؟ نعم السؤال مخففة ولا مركزة ولا مش فرقة؟ لا لازم يتفاعل مع الأحماض المركزة فقط طب الناتج قال لي مش ده أكسيد ثلاثي يطلع كابريتات أو مركبات حديد ثلاثي وطلع مية يبقى الأكسيد الثلاثي مع حمض الكابريتيك مخفف أو مركزة يتفاعل وطلع كابريتات حديد ثلاثي المختلط يطلع مختلط ثلاثي وسلاسي ومية السلاسي يطلع سلاسي ومية لازم مع المركز في الحالتين السلاسي والمختلط وشكرا يبقى أنت كده أخذت جولة كاملة عن الحديد وأكاسيدو يلا بقى نتمم فهمك للجولة دي بشوية أسئلة كده علشان ربنا يديك الفايدة الأكبر بإذن الله ويا رب يا رب ان شاء الله تطلع من الكيميا فرحة يلا حبيبنا أي العمليات التالية صحيحة للحصول على الأكسيد الأحمر حبيب انت عارف مين الأكسيد الأحمر قال لي اه يا مستاري الف اي تو اسري يلا كده المح بعينك باسم الله بيقول تسخين الحديد في الهوى لدرجة الاحمرار لفترة قصيرة تقولوا استان لو سخنت الحديد في الهوى يديني الف اي اس ري اوفور والراجل قال لك لفترة قصيرة يعني مش هيسيبه يتأكسد قلت له لا مش هيوصل للف اي تو اس ري مع حمض الكابريتيك المخفف هيتفاعل والناتج هيبقى ف اي اس او فور زائد اتش تو او قلت له عظيم عايز ايه؟ قال لي ثم التسخين قلت له باس تسخين الف اي اس او فور كان بيطلع ثلاث نواتج اس او تو و اس او سري و اف اي تو او سري قلت له باس الإجابة الصحية سؤال مهم بيلعبك لك الدنيا انت سلك اقرح السؤال اللي بعده يمكن استخدام برادة الحديد في التمييز بين كل من الحديد مع حمض الكابريتيك المركز بيحدث تفاعل لكن مع حمض الميتريك المركز يتوقف التفاعل بعد فترة فيمكن استخدام الحديد في التفاعل السؤال 43 اي من مالي ينتج عن تفاعل حمض الكابريتيك المركز مع الحديد ولا ينتج من تفاعل نفس الحمض مع الاكسيد المختلط عرفته ده غاز اس او تو الهدية اللي كان بيطلع مع الحديد فقط وميطلعش مع الف يسريكو فور السؤال اللي بعده مخطط الله ركز ايه؟ قابل للاجسادة ويدي بي بي قابل للاختزال ويدي ايه؟ بص حبيبي كده اذا علمت ان كل من اي و بي من مركبات الحديد قلت له خلاص يبقى الايه؟ ده السنائي والبي ده السلاسي لان الف يموجب اثنين قابل للاجسادة ويبقى موجب ثلاثة وقابل الموجب ثلاثة يختزل ويدي موجب اثنين وقابل الآختيار الذي يعبر عن اي و بي قلت له خلاص انا رايح ادور على حديد موجب اثنين اسمه ايه؟ حديد موجب ثلاثة اسمه بي وبالتالي رحت ببص لقيت عندي هنا الاختيار بي بيقول ايه؟ بيقول لي البي خلي بالك ويقلي بالاية مع البي خلي بالك خلي بالك البي ف ييتو اس وقفور وقال له او ما ده السلاسي وانا عايز البي سلاسي الاف ياس وقفور ما ده السنائي شكرا شكرا من غير ما ادور في البقين اضافة حمض الكابريتيك المخفف حط خط تحت كلمة مخفف الى انبوبة تحتوي على اكسيد حديد ثنائي هيتفاعل ولما يتفاعل هيديني كابريتات حديد ثنائي و H2O انا صحيح محفظتش وموازنتش المعذة بس انا عارف النواتج تكمل و اكسيد حديد ثلاثي قال لي ده مش هيتفاعل هيفضل زي ما هو قول يا بشر النواتج ايه اللي هيكون موجود في النواتج قال لي هم انا كاتبهم F E O ده مش هبقى موجود لانه هيتفاعل كله ويدي F E S O 4 و H2O وده هيفضل موجود F E 2 O 3 لانه ما بيتفاعلش غير مع الاحماد المركزة فقط وبالتالي بص في الاختيارات كده هتلاقي ان كابريتات الحديد الثنين اللي طلعت والمية واكسيد الحديد الثلاثي زي ما هو يبقى اجابتي هتبقى جيمي 46 ايه العملات الاتية تحدث لأجزلات الحديد الثنين لانتاج حديد قلت له ببساطة معي أجزلات حديد الثنين اللي هي C O O C O O F E O وعايزة حويلها الحديد هاللي ما احنا لسه قللين اجزلات الحديد الثنين لو انت سخنتها هتدي F E O أجزلات الحديد الثنين استنى استنى بالراحة يبقى الأول أنا هسخن أجزلات الحديد الثنين تسخين شديد لو قلتلك بمعزل عن الهواء هتدي F E O أجزلات الحديد الثنين دخلها الأفران وعمل لها اختزال تدي لك F E يبقى أنا عندي انحلال حراري ثم أجزلات الحديد الثنين ثم اختزال انحلال حراري ثم اجزلات الحديد الثنين ثم اختزال حضرتك مشيت مع خطواتك ربنا يسر لك الخبر مخططات ركزي حبيب X ده مركب صلبة أو مادة صلبة قد تكون مركب أو عنصر تم التسخين الدانيوكسيل الأحمر وقالت له استنى لو هذا المركب كان F E O H الكل ثلاثة كان لازم يكتب لي هنا أكتر من متين أو ممكن يكون F E S O 4 ففي احتمال من الكنين دول هم قالش درجة الحركة وهم دول اللي أنا كنت مسخنهم واجب لك منهم F E 2 O 3 قلت له ماشي اللي لما يتفعل مع الحمض المركز فهيدي لك F E هنا أشوف بس الحمض اللي هو يفعله كان بيفعل مع وعلى الـ C L يبقى أديني F E C L 3 السلاسة بيدي سلاسة اللي سأضع له محلول النشادر اللي هو N H F O H أو ممكن كان يقولك N A O H فيديني F E O H ماشي لكل ثلاثة ميستر أنا عايزي أنا عايزي أنا عايزي أعرف مين الـ X و مين الـ Y و مين الـ Z قلت له الـ X واحد في الاتنين دول شوف كده الـ X F E S O 4 F E S O 4 F E S O 4 ده ما كانش بيدي بيدي أكسيد ثلاثي كان بيدي أكسيد ثنائي الأول هل ماشي خلاص أنا دلوقتي بقى معي F E S O 4 كمل الـ Y هو F E C L 3 هنا F E S O 2 يجب أنا الإجابة بتاعتي هنا هي الإجابة واتأكدت أن أنا طلعت F E O H كل ثلاثة وتوصل السؤال 48 مخطط اتقل اتقل على المخطط ومسك حتة كده تعرف تتحرك منها بسم الله بيقولي هنا الحديد مع الـ C L 2 يدي واحد قلت له عارف؟ عارف؟ هيدي F E C L 3 اللي لما حط له الـ H هلما أنا لسه إليها من شوية يدي F E و H لكل ثلاثة اللي لما سخانها أعلى من متين أهي أعلى من متين يديلك ممتاز الـ F E 2 O 3 اللي لما تغتزله فعلا يديك حديد ممتاز عايزي قال لي لا أعزك تقولي الكلام ده فين أي من مالي وعبر عن واحد اتنين وثلاثة قلت له اهيه كل اللي أنا قلته أهو واحد هو الـ F E C L 3 اتنين هو الـ F U H الكل ثلاثة هنا الـ F E 2 O 3 شكراً حضرتك أنت وصلت اختارت السؤال اللي بعده مخطط يلا سمي الرحمن وقفوا حل لو عايز ما عندهش مشكلة بسم الله ابدأ من حتة سلكة بص كده معي بيقول لي الـ F E مع الحمض المخفف وكان ممكن يكتب هنا الحالة الفيزيئية A Q عشان يتوغك وبرجلك هيتطلع ملح طالما الـ F E مع الحمض المخفف فبيديني F E S O ويتصاعد غاز الهيدروجين أسخنوا قال لي ما أنا لسه آي لما سخنوا بيديني F E 2 O 3 و S O 2 و S O 3 قال لي عظيم الـ F E 2 O 3 لما اختزله بالهيدروجين عند 250 أنا لسه أخبرك من 230 ل300 كان بيديني الـ F E 3 O 4 خلي بالك درجة الحرارة مهمة فبيديني الـ F E 3 O 4 لما بغتزله بالهيدروجين من 400 إلى 700 أيها 500 بينهم كان بيدينيك مفاكر قال لي أه بيديني F E O استنى لما تأكد الـ F E مع دولات حمض الأوكسالك كان بيديني الـ F E معاها C O O C O O فعلا اللي لما كنت مسخنه بمعزل عن الهواء كان بيديني الـ F E O وبالتالي إجابتك هتبقى الإجابة B بص كده وشوف حضرتك خطوة بخطوة تلاقي أمورك مشيت انت محفظتش معادلات وفي نفس الوقت ما فتحتش كرست المفاهيم وعدت تحرق وقتك علشان تدور على هو بيطلع إيه لا الحاجات دي كده على مهلك احفظ الفكرة قبل إن شاء الله ما تروح المجنة إجمد بطل بماديا دكتورة خلاص قربنا نخلص بيننا حوالي 12 سؤال والباب الأول يبقى تم إنهاءه على خير المخطط اللي قدامي بيوضح التفاعلات في الظروف المناسبة الأولاد جاهلكوا سؤال مخطط يلا بسم الله دور على الحتة سلك بسم الله F E C O S R لما سخنوا بمعزل عن الهوائي الديني حيوة على شاطر F E O زائد فاكر قال لي آه زائد C O 2 حالة كامل F E O هاكسيدو هاكسيدو قدي مين؟ حد يقول لي بدي F E 3 O 4 بقول له لا يا بابا ده لما بيدي أكسيد بيدي الأخ الكبير على طول بيدي F E 2 O 3 بيقول لي C O 2 لو حطت له كربون قلت له استنى ده العملية دي خدناها جوه الفورن العالي لما كنت بحط كربون على ده كان بيديني C O او الاوكسيد الكربون قلت له فاكر ها ده تصدق لما حط او الاوكسيد الكربون على F E 2 O 3 أنا كده جوه الفورن العالي وبسخن اكتر من 700 قال لي يديني هنا ايه اولاد يديني هنا الحديد يديني هنا الحديد يا اولاد ترجمة ده هتلاقي موجود عندك في الاختيار وقف الفيديو بالراحة كده ونظم شوف انا عملت ايه وابدأ ارجع لكراس المفاهيم شوف اماكن الحاجات دي فين عشان لو انت نسيت تجيبها بسرعة بس انا ما بفضلش المخططات تفضل تفتح لها كراس المفاهيم لا يليق بيك يعني لا معاك وقت ان شاء الله و الوقتها يكفي حضرتك احفظ بس الكام فكرة اللي احنا قلناهم وهتحل بيهم شايف انا بحل بيهم كل المخططات اللي جات في السنوات السابقة وقت حبيبنا الفيديو وشوف كده هتحل دي ازاي يلا انا معاك او بسم الله ده ايه يا باب اف ايه سخنوا لدرجة الاحمرار اداني الاف اي سري او فور زائد ايه قال لي ايه طالما زائد حاجة يبقى ما كانش اوكسوجين يبقى كان بخار مية والحاجة هي غاز الهايدروجين ممتاز طب كمل الاف اي سري او فور لما بسخنوا عند خمسمية اوامر ربعمال سبعمية يعني في وجود عوامل مختزلة مثل السي او او الاتش تو بيدي الاف اي او زائد حاجة يالحاجة دي اسساس قال لي حضرتك السي او يتحول الى سي او تو لو انت كنت جاي بسي او ولو كان اي تش تو يتحول الى اي تش تو او يعني حضرتك لو لقت سي او يبقى الناتج ده سي او تو لو لقت اتش تو يبقى الناتج ده اتش تو او قال لي اه ما نسمحها عوامل مختزلة يعني بحصلها اكسادة يعني السي او يزيد عليه اكسوجين يبقى سي او تو والاتش تو يبقى اتش تو او الله يسعدك قال لي انا كده خلصتها مستر اللي عليا قلت له طب يلا نستعين بالله وننزل ندعبس في الاختيارات بسم الله الرحمن الرحيم في حاجات سوابت عندي يا مستر قال لي اه البي ده اتش تو البي ده اتش تو اللهم صل على الناب انا ببلي اختيار جيمو ده تعلم تحلي كده رح ادور على حتة سابتة انا ما عندش بقى يا يا ام لا لا ما فيش هو عندي هنا بي ما فيش غير الاتش تو هو اللي بيطلع من تفاعل بخار الماء مع الحديد المسخن اللهم لك الحمد طيب انزل ندعبس ايه هي الاتش تو او ما فيش غيرها اروح ادور لقيت هنا اكسوجين اللهم لك الحمد الاختيار جيمو لا انا عايز اتأكد مستر والتو اتأكد اخوه اتأكد شوف ايه اه سي او تنفى شوف دي هتلاقي سي اوتو ايه ما انا قلتلك لو انت هنا سي او يبقى هنا سي اوتو يبقى هو ما كانش جايد دي تهمت اولاد اللعبة بتلابس ازاي عشان توفر وقتك حضرتك الاول هتروح تكمل المخطط بعد كده تنزل تستبعد اختيارات وعلى مهلك قوي وانت بتستبعد ولو عندك وقت يا رب يرزقك الوقت احنا مشكلتنا بتبعد في الوقت ان شاء الله بإذن الله ربنا هيبارك في الوقت بتاعك في اللجنة لو لقيت في وقت تقدر تروح تأكد الاجابات الغلط مرة كمان اذا ربما تكون انت استعجلت في الاستبعاد ان شاء الله ربنا يجيبها لك من اول مرة وتختارها صح بإذن الله ربنا هيجبارك ويفرحك يا رب السؤال 53 بيقولي للحصول على اوكسيد حديد مغناطيسي من كولوريد حديد 3 تقوله تعالا ف اي سي ال سري نحط له قلوي زي الان اي او اتش يعني ده كده نحط له قلوي زي الان اي او اتش فيديني اف اي او اتش لكل 3 هلا عظيم هنا حبايبي الف اي تو او سري الف اي تو او سري هعمله اختزال باني هسخن خلي بالك وجود عامل مختزل مثل السي او او الاتش او وهنسخن من 230 الى 300 يعني هعمل اختزال بدرجة حرارة من 230 الى 300 يديني الاف اي سري او فور جيبه الخطوات ببساطة انا هعمل تفاعل مع قلوي ايه الي اجابة به بعد كده هعمل تفكك حراري او تسخين بعد كده هعمل اختزال في وجود عامل مختزل ودرجة حرارة من 230 الى 300 السؤال رقم 54 بيقول لي سبيكة من عنصرين x و y يقعان في نفس الدورة حضرتك معاك الجدول في كراس المفاهيم تروح على العناصر اللي موجودة في نفس الدورة اللي عند في لزات العملة في لزات العملة اللي هم النحاس والزهب والفضة فبيقول لي هنا في لزات العملة دي هتعمل سبيكة مع عنصر ممثل هتلاقي الدهب مع الرصاص واحنا خدنا ان الدهب مع الرصاص كان بيكون سبيكة بين فلزية نتيجة الاتحاد الكميائي بينهم كان رأسة مفاهيم السؤال 55 بيقول لي اربع عناصر A و B و C و D تتميز بالصفات الاتية العنصر ايه يقع في المجموعة 3 ايه عرفته هذا الالمونيوم العنصر B يكون مع القصدير سبيكة البرونز قلت له عرفته هذا النحاس العنصر C يستخدم كعمل حفاظ في صناعة النشادر عرفته هذا الحديد العنصر دي غير انتقالي يقع في الفئة دي عرفته هذا الزدق بيقول لي علشان اعمل تغطية بالنحاس الأصفر ودي مش موجودة في كراسة المفاهيم نحاس الأصفر هو عبارة عن Z N مع C U هتلاقيه عندك في كتاب المدرسة في مقدمة السبائك حضرتك كده انت محتاج العنصر C U مع العنصر Z N اللي هم مين يا حبيبي اللي هم ال B مع ال D اللي هم الإجابة ألف دي من الحاجات اللي مش موجودة في كراسة المفاهيم فياريتك تحفظها السؤال 56 جايب لجدول في أنصاف الأقطار لل D وال C وال B وال A أو ال A B C دي كل منهما يمكن أن يكون سبيكة استبدالية يعني قاربين في نصف القطر مع عدم مين ما يكونش سبيكة استبدالية روح بص على أنصاف الأقطار 115 و 116 قاربين 115 و 16 و 17 قاربين يبقى أي حد موجود مع السبيكة مش هيعمل سبيكة استبدالية انزل معاك كده حبيبي هتلاقي ماذا مع السبيكة مفيش حاجة مع السبيكة درية دي السؤال 57 بيقول لي أمثلة السبائك اللي قدامك A و B و C بيقول لي السبيكة A أكثر صلابة من عناصرها أنا أشكيت على طول في السبيكة البينية اللي كنت بجيب فلز أو عنصر أقل في الحجم الزري وحطه في المسافات البينية في الشبكة البلورية فكاد بتزداد الصلابة نتيجة منع الانزلاق فأنا شكيت أن السبيكة دي سبيكة تكون من النوع البيني السبيكة B عناصرها لها نفس الشكل البلوري قلتلك طالما لها نفس الشكل البلوري تبقى سبيكة استبدالية عناصرها متحدة كيميائيا حبيبي المتحدة كيميائيا تبقى بين في الزية انزل يا حبيبي شوف الكلام ده موجود فين في الاختيارات ناية الكلام ده موجود عندك في الاختيار قربنا نخلص ما تزهاش اجمد شوية يا دكتورة خلاص قربنا سؤال 58 بيقول لي عنصر اكس ممثل يقع في الدورة التانية ممثل يقع في الدورة التانية على طول الكربون سيستة وهم اكد لك ان المستوى الخارجي بتاعه فيه اربع الكترونات هتقول لي ما حفظتش وما مش هحفظ الكلام لا تحفظه انت بص على الجدول روح شوف الموجود في الدورة التانية واخر مستوى فيه اربع الكترونات هتلاقي كربون ده وانصر انتقالي رئيسي يقع في السلسلة انتقالية الاولى تحتوي زرته على اربع الكترونات مفردة حبيب ده الف اي يا باب الف اي ستة وعشرين وزعه يا باب ارجون 18 فور اس تو سري دي سيكس اعمل يا حبيبي قاعدتهن وزع الست الكترونات هتلاقي كلام مسترك مزبوط واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ادي ستة ادي اربع الكترونات مفردة حبيبي لسه ايه لك لما كن جايب عنصر حجمه صغير هدخله في الشبكة البلورية لعنصر حجمه كبير فازي السبيكة يا باب هتبقى سبيكة بايمية سؤال 59 اي ممال يعبر عن السبيكة المستخدمة في السخان الكهرابي لو بسيط فكرة رأس المفاهيم هتلاقي السخان الكهرابي عبر عن سبيكة من النيكة الكروم القريبين من بعض في الحجم الزري تبقى السبيكة بسبيكة استبدالية نحصل على سبيكة الفلاز السيليكوني وده سؤال السنة اللي فاتت فلاز سيليكوني بخلط خلي بالك في فرقة ما بين كلمة بخلط وبين كلمة بتفاعل لانه ممكن السنة يلعب على الحيطة دي ويجيب لك حاجة تنتج بتفاعل قوله تفاعل تبقى سبيكة بين فلزية لكن طالما قال لي خلط تبقى حاجة بقى ممكن لو هم قاربين من بعض في الشبكة البلورية استبدالية لو واحد كبير والتاني صغير تبقى شبكة تبقى هنا استبدالية لو كانوا الاتنين قد بعض في الحجم لو واحد كبير واحد صغير تبقى بينية لكن لو في تفاعل تبقى بين فلزية كمل هيبقى عندي فلاز سيليكوني خلط مين يا حبيبي قال للسيليكون وده شبه الكربون يا حبيبي كده حجمه برضه صغير أكبر بالكربون شوية الكروم والحديد الصلب اللي هو حديد وكربون قال لي خلاص حديد وكربون يا مستر دي بينية كروم كروم وحديدة مستر دي استبدالية مفيش تفاعل بأنا عندي الاحتمالين دول موجودين سبيكة بينية وسبيكة استبدالية السؤال واحد وستين بيقول لي سبيكة تتكون من حديد وكربون قلت له حاضر بيقول لي الترتيب الصحيح للأفران المستخدمة سبيكة حديد وكربون يا حبيبي دي حديد صل يعني عدى الأول على مرحلة هو بيقول لك هبدأ بخامل هيماطايت قال لي هالأول هعمله عملية اختزال ثم بعد كده هدخله على فرن من أفران الانتاج فرن من أفران الانتاج طيب فين أفران الاختزال عندي؟ قال لي يقيم ميدريكس يقيم الفرن العالي قلت له هشوف اللي بيبدأ بالعالي أو بيبدأ بميدريكس واختبارهم طيب والباقيين قال لي استبعدهم انت مش فاض طيب ميدريكس ثم محاول الأكسوجيني اه صح ميدريكس يعمل له اختزال محاول الأكسوجيني ده فرن من أفران الانتاج بتاعت الحجد الصل لكن عالي ثم ميدريكس قال لي ايه ده اختزال ثم اختزال السؤال 62 والأخير في مراجعة الباب الأول بيقول لي لديك عنصرين x y x من عناصر العملة قلت له اما انحاسي اما فضة اما دهب y عنصر يكون مع المنجنيز سبيكة تستخدم في العبوات بتاعت المياه الغازية فاكر قال لي اه فاكر ده الالمونيوم اللي كان مع المنجنيز بنعمل منه عبوات الكن بيقول لي فان السبيكة المكونة من x y قلت له استنى اكس ده حد من بتوع العملة قد يكون نحاس قد يكون داب قد يكون فضة طب انت فاكر كده كان في عندي سبيكة اسمها سبيكة الايه قال لي ديور قاله مين ممتاز جدا قلت له اذا هذه السبيكة سبيكة بين فلزية تنتج من اتحاد كيميائي بين العنصرين وبكده حبيبي بفضل ربنا يكون انتهينا من مراجعة الباب الأول اسأل الله لكم التوفيق اتمنى لكم كل الخير ان شاء الله وانتظرونا في مراجعة الباب التاني سلام